تلتقون الآن مع برنامج ديكريبتاج ديكريبتاج أول وأقوى برنامج إداعي بالمغرب لكي حلل الوضع الاقتصادي، سياسي والاجتماعي مباشرة على إداعات أما فهم لا على بركة الله حلقة لأحد من برنامج ديكريبتاج على أمواج مفم والشركاء، الشركاء برنامج الراديو وأيضاً الشركاء في الصحافة اللي غيروا كبونة في هذه الحلقة الاستثنائية بكل المعايير بكل المقاييس بكل الأوجه استثنائية فعلاً استثنائية لأنه مفتوحة زمناً حتى من حيث المدة من حيث توقع ستكون حلقة مفتوحة، مفتوحة من حيث القيمة والمضمون لأننا سنكون أمام نقاشات هي كل شيء، يعني في الاقتصاد، في السياسة، في الرياضة، المغرب سيكون حاضر في حلقة اليوم المواطن كمواطن أينما كان، أينما حل وأينما ارتحل حلقة ستواكب همموغة طرح الأفاق المقبلة، أفاق ما بعد كورونا أفاق ما بعد هذه الموجة الكبيرة دي الغلاء، أفاق ما بعد العيد أفاق كيف سيصير المغرب اقتصادياً، كيف سيصير ريادياً إذن أنتم ما فهمتوا وأنا كنت تكلم على نوعية الضيوف اللي غيكونوا اليوم نعم طرف غنخصوه للرياضة هو اللي غنبدو به في الجزء الأول وغنكونوا مصرورين باستقبال ضيوف أعزاء لهم بصمتهم فيما نراه من نجاح في كرة القدم نجاح استثنائي، ولدي قلت هذه الحلقة استثنائية، ولكن أيضاً سيكون معنا في الفقرة أو الجزء الثاني يعني ابتداءاً من 11 ونص إلى أبغى الله تعالى فوزي القجاع، فوزي القجاع بصفتي الصفة ديالو كوزير في الحكومة وأيضاً صفته كرئيش جامعة الملكية لكرة القدم، توقعوا كما شفنا في الحلقة السابقة اللي كان حضر معنا أو الأسبق اللي من سابق اللي حضر معنا فيها فوزي القجاع تعلن على قرارات هامة من خلال برنامج، على أخبار هامة، على اسكوبات كما كان هضروبين في الإعلام اليوم أيضاً نتوقع ونتوقع الأكثر والأحسن والأهم حلقة متيرة للانتباه، حلقة أيضاً متيرة وكفى، نبدأ من ضيباك ترجمة نانسي قنقر 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 من نوجه لفحار من يوم عمار بضرامك قلبي مشعلات فيه نار زينك وحده بين عيني يضوي قطي للطمار يا اللي بسمو سبحات في ابنها وسهد في الطيار زينك وحده بين عيني يضوي قطي للطمار من يوم عمار بضرامك قلبي مشعلات فيه نار زينك وحده بين عيني يضوي قطي للطمار الحق أحيا بين يديك ونفق علينا علامه زيني يا رسول الله أرفع الله بك يا محمد حبيب لمقامه زيني يا رسول الله أرفع الله بك يا محمد حبيب لمقامه زيني يا رسول الله قطي للطمار الحبيب لمقامه اشتركوا في القناة 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 فخر واعتزاز ايضا للمغرب فخر وفخر ان تكون رئيسة العصبة من اقليمنا الجنوية جميل بزاة رئيسة العصبة وفيها احتراف اننا الان كنمشيوا للجانب الاحترافي هذا فخر الخليجة وفخر اللي شفناه لبؤات يزأرنا وتزأرنا بقوة في البارح في الافتتاح ديال الكأس الافريقية امام بوركينافاسو وصراحة كنا تحت المفاجأة الكبيرة جدا باش نشوفه انا بارح مع اصدقائي قلت له معرفتوك هذا هو اللي مشي به كأس العالم وانلي بغي يقول شي حاجة يقول ان مشيه مع هاد الفرغم وليشار كله ولكن صراحة اننا عدنا اعتزاز منتخبنا الوطني اعتزاز كبير ايضا عدنا اعتزاز ايضا بالنجاحات اللي شفنا فيهم كرة القدم مرحبا بالصديق العزيز الخبير في مجال منطبات الحالة وان كان هو طبيب وقيل اسمو عادي اكحجي ولكن في البليات الكورة ما خلط له طيب ولكن في البليات الكورة خلطي بالاسنان جانبا ولكن نجحته في الكورة نجحته في التوجيه نجحته هدوء انا نتكلم من هدوء شفت مع معرف معاد وهو فترة مع وزير منصف بالخيط فترة من الفترات وكذا ولكن ايضا الان مساهمته في الجامعة الملكية لكورة القدم يعني نقدر نقول مساهمة الحكيم سيمو عاد مرحبا بك الله يبر فيك شكرا على الاستضافة واهلا وسهلا اتواجبا تجربة انا واحد من المتتبعين الكورة لكيني نفد الاميسيون الحمد لله اللي فرانش ما بحالي كوتقبيلا لما كانش عندي الفرصة باش نتبعا انديريك تكون عندي البودكاست وتنتبعهم دي ما تنبغي نتبعهم وانا واحد من المتتبعين الحمد لله لكيني نتبعهم ترجمة ورقالله الليكو كانت سيبالينا نخدو من فرصة أخرى من السفوزي القجاء والإقناع كما تبعو معانا المتتبعين يعني ديون البرنامج لانا كنت كان قول أنني لازلت أفاوض من أجل حضوره لأنه وزير نعم مسؤول حكومي ولكن الواقع ديالو قوة داخل القطاعات اللي يحكمهم همين طرائب الجمارك الحماية الاجتماعية والأهم منها تشير السلم المهدي فقير الميزانية الميزانية شكرة إذن سيصار شكرة وشكرة وتوازونات المغرب لعلى المستوى الوطني لعلى المستوى الإقليمي لعلى المستوى الدولي نحن مهمومين بالواقع الاقتصادي ديالناس المهدي ولكن في الأخير لما هذه أسبوع لأسبوعين كما تتبعوا المتتبعين أعطى الموافقة دياله للحضور رغم الصعوبات رغم أنه ينظم بصفة رئيس جامعة الملكية بكرة القدم الكأس الأفريقية هنا يشرف عليها يتحرك يحضر أيضا لاجتماعات الكاف مجلس تنفيذ في هذه اللحظة لكن الشيء ما مجلس تنفيذ الكاف بصفة رئيس بصفة رئيس الفيفا وانا ما اجيبش خبار لهذا الشيخ نقول كل بارح نقول لاجي احضر معنا وخلي دك الشيخ صاحبين كيوشت على ايتي هذا هو قيمة ديكريبتاج المفتوح على كل التوقعات ديكريبتاج اذا غيستقبل ببتداء من الحديع عشر والنص سي فوزي القجاع ونمشي الواجب يفرض علي ان انا نذكر ايضا بخبراءنا سي عزيز دودا معايا في استوديو كانت عندك نجاحات وانا ما نضوش نجاحات كرة القدم كانت عندك نجاحات السي فاقير نجاحاته ايضا في العالم المال والاعمال ولكن لست برجل مال ولا اعمال ولكن بالدهن باش كاتمشي اياك العافو العافو عنده شي يدي ريبليك بحال هذي خطيره معكم يجيبون انت بعضون مما عندك صنعوا صنعوا معنا ايضا جمال براوي في الخط ان شاء الله الله يشافه وكيقول لك انا مهما كان في حلقة اليوم خصني نكون مشارك لانها حلقة دات طابعة خاص والسي الخمسي كما اعتدينا غيكون معنا بتسجيل لا يشافه يا ربي جرى العملية الجراحية كل المؤشرات تقول انها عملية ناجحة ان شاء الله ولكن هو غيخضع بعض ترويض الوظيفة اندو شهر تقريبا شهر ان شاء الله وانا ذاك هو كي واعد انه سيعود الى استوديو ان شاء الله برحلته من مدينة مكناس نجاحات باش نبدأ ونمشي لكم مباشرة نبدأ بالمرأة البارح اللي منتخب من طراز اخر نقولها هكذا صراحة اشنا هو السر؟ اي مواطن اللي هو غيقول لك سر فهمتك اي مواطن اللي يقول لك اشنا هو السر؟ بالنسبة المباراة البارح الاداء كان جيد جدا الكرة كانت في الارد يعني تمريرات ما بين اللاعبات كدل على انه كي نخدمها من طرف المدري من طرف التعقم السر هو الثورة اللي اللي عرفتها كرة القدم نسوية مؤخرة من بلادنا الاهتمام دياله سيد رئيس الجامعة والمكتب المدري بتطوير هذه اللعبة الشغف اللي كنشوفوه عند الابنات انهم بغين يثبتوا الحضور ديالهم يعني عوامي العديدة كانت مشتركة وكانت فعالة والبارح اعطت يعني الانتلاقة ديالها اعطتنا فخر في الافتساح نشوفو نساءنا كيفاش اللعبة ديال الكرة اللي كانت تحكر للراجل فترة من الفترات صبحات المرأة كتتحكم فيها وكتوجهها وبجمالية في الملعب ايضا كنش حاجة السيموعد اللي مهمة ان النساء هم اللي كيصنعو هاد الحادث كيصنعوه من كل جوانب وماشي فقط من جانب كويريات كما يمكن نقوله بالدريجة المغربية ولكن ايضا كحكمات ايضا كموجهات ايضا كتفضل تماما وانا نستنعيد ايضا كتابة السيداء الله هي كانت تورا تورا في الكورة الانسوية والتورا بحل يقولين يعني مهمة تشير الفرق الوطنية كان همات تكوين وهمات البطولة نجد الاستاذ الله تتدرع عليها بتفصيل يعني كان مخطط لهو اللي يشمل جميع الجوانب الكورة الانسوية اليوم الكورة الانسوية عالميا اعطت اولات عندها واحد الولاثة واحد الاهتمام اللي جعلت وهذا هو تبارك الله الذكاء متاع السيفوزي القجة اللي عرف ياخد هاد هاد الضوء باش اجعل وعطان طلاقة متاع التورا اليوم عاد نحن باقي في البداية يعني ان شاء الله هذه البداية و البداية اللي عندها الحمدلله عندها وما زال ان شاء الله تعطي أكثر من هادشي وليوم شفناها كنطورة الملعب في الكورة يعني هادشي شفنا البرح بينا ذاك شي تكنيكما البنات بزاف اللي كانوا عندهم واحد شفو بينا هالسون يعني يعني ساجو ساجو تكنيكما بينا كل شي الحمدلله وكين وكين يعني هذا ليس لذلك ليس لذلك 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 وكين الأمم ويجبه يجب أن نعمة ويجبه وإنسان رمشير كوراني سويا ولكن راس انغلب اجوار دي تولي كوتي متاع للا فام لغول دي للا فام سوسيالما الانتغرشن متاع بسكس هي الي دي كاتخيز متاع الدراري هي الي يوم دونك الحمد للله سيتم بلان ليشمل او دولة دي فوتبول يعني راكم غادي الحمد لله قلت واحد لك المجميلة وسو ايضا خديج عندك التحايا من من الاقالي من جنوبية كبيرة لزاف يعني فرحة كبيرة كتعمت من مانية لما شافوك 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 فرحة كبيرة لكي نحضي الرياكسيون بالناس وش تيقولون قلتي شوف لما قلتي انه في المكان الضو كنش نجيبوه لان احنا شبنا الضو تمتعنا بالضو البراح صراحة بناتنا كانوا حادقات السعب الحفل والحفل الافتتاح طبعا انا كنت مخوض بأشبال أشبال الأطلس وهم بجيال أخرى وكننا نرجع هكذا لكن كنت رأيت الحفل هكذا هكذا حفل المرأة المغربية بجانب آخر كنت تكبدين بذلك الحفلة وبين ما هو المغرب وقدرة المغرب الفنية والعطاء يعني لكي تدير الحفل في ذلك المستوى ومتديره إلى الدول العظمى صراحة جميل يعني لعطيته رونق خطير جدا لو كادر لتخلقه ترى السربية وترى الخصة وترى المغرب تجسد فوق الملعب حقا المستوى العالي جدا وليس بينات ما هي القدرة المغرب على استضافة التظاهرات الكبرى الجمهور أنا كنت خايف أن الجمهور لا يكون كما صراحة وخاء أنه في ملاعب لكن هناك مشكلة أنا بالنسبة لي مشكلة هذه البلاسة التي قدرنا فيها النجمة ونجعلها خاوية رفليزي لماذا تتعطي خيب هناك تثبيلك بحالة التيران خاوي هو التيران عمر خصوية دور التيران خصوية دور سب صلح البلاح قلقتني هذي قلت علش هذه البلاسة هي دول هنحن هات سنحترم النجمة دوقما تنجلسوش عليها ولكن في الواقع تتخليلك التيران خاوي من ذاك يعني مليما تتدورش الكاميرا تجيبلك الله بليه وكل بلا تلعب ما لعبينش معالا الأجمهور بينما التيران كان عمر كان عمر إلا داك الترف كان قصر من 30 ألف دار كان عمر ومع الأسف وقبل من افتتاح حسي عزيز والسلمة والسي سمحنا جوج تصريحات مهمة دي رئيس الفيفا ودي رئيس الكاف وعادت أنا ما كنت باش تصريحات هنا نعم تصريحات ولكن البارح تميت بسداف لأن هات تصريحات من هاد النوع وجيراننا مشيح التبعد لأن يعانيوا من التنظيم كي يبهروا تصريحات على تمرس المغرب تمرن المغرب قدرة المغرب التنظيمية ومن طبع الحال بجوزة الرؤساء كيدكروا المغرب مالك المغرب ولأن مناسبة كرة القدم رئيس الجامعة الملكية لكرة القدم ونجحته هذا ما لم يكن نخبيوها كيقول لك نحن عزيز علينا نشدهم عن الناس وننتقدوا ولكن منك يكون قدامك نجح كده لا تشلع طالله أنا اللي نهبط يا كاسي المهدي تفضلوا وجوش لا تنتقد الفاشي تماما المهم هو بأن شركات مغربية الجميع هدو اللي خدموا في النجاح البرح كلهم كان شركات مغربية لديهم يعني تمكنوا عندهم خبرة وشفنا وبحل لديهم عزيز رياضة متاع الكورة القدم اللي عزيز لديهم لديهم وشفنا أصي وانا كنت حدا مسؤولين في الفيفا وذلك شيء ودعم بحرود أمام الإنتاج أو تاني متاع كانت رياضية هي كانت لديهم البروديكسون يعني لا الإنتاج لهذا كان في المستوى الحمد لله وهذا يتعطي واحد صورة لي جيدة وصنا جو نحن 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 هو qui est très acceptable في الفيفا اللي بتهو ولا في منزل لأنه كل مرة نشوفه هنا قطر قطر لأن المناسبات تعددت المناسبات حسن الضيافة وحسن تنظيم تحس بأنك مع خوتك يعني هذا الشعور الذي يعطه لنا المنظمين في المغرب تحس بأن يعني فقراس كما كنت ضيف دينا وهذا يعطي دايماً شعور لأي مسؤول أنه جاي المغرب راح شحال من حاجة كينا قدمه ما ديش تخصو تشي حاجة وانت يا خديجة نموذج أن المغرب في صحراء مشابعيد في صحراء مشابعيد دبع مني كنكون في زيارة مثلاً العيون يعني نساء الأعمال الصحراويات قدرتهم على تسير مقاولات من المستوى العالي كيفرحك كيبنك لانخراط المغرب أن المغرب شماله بجنوبه من دامج مع بعدياته ولكرا باش نكون معك صريح ما كنتش كنصور في كرة القدم غد كن معك صريح أنا أنا جيت من الملعب أنا كنت لعبة سابقة وأسست نادي دي الكرة القدم في 2003 ولقينا الدعم دينا هو رئيس المجلس البلدي في هذا كل وقت اللي كنا محاربات من طرف بعض المسيرين من طرف بعض المشجعين كذا واثبتنا يعني القوة دينا والجدارة دينا في الميدان مشي لعبنا وجبنا بطولة مغربية على الصعيد الوطني ومشيت كمسيرة وربحت بطولة على الصعيد الوطني كمسيرة طبعا بدعم الإخوان كلهم ومبعد دزت الانتخابات على الصعيد الوطني وربحت المجموعة الوطنية كأول مرأة كتربح المجموعة الوطنية دزنا انتخابات عبر اللوائح في العصبة الوطنية وربحت بتقديم لائحة واحدة بدون منافسة على الصعيد الوطني واذا كيبين بأنه جيت من الكرة مشي حاد قاسي معي حاد قخرم أنا حاد قبل معقول وقتلك بدون منافسة وشفنا في الجامعة الملكية الكرة القدم فوزح بدون منافسة المغرب الجامع لسلم هاكيد هنا هاد شي يدل على شي فيدل على أن هناك إجمع وهناك يعني افتخار بهذا الحكامة اللي وصلنا لها ووحد النج كبير عرفته لها يكيد يا الجامعة فبقاش الجامعة حلبة باش تكون هناك تجدبات وكان واحد الإجمع وكان الخط وكان المصار ووحد كذلك النتائج نتائج اللي كتعطي هاد القوة كما قال الأستاذ سيحجي نسمى ونخفى نحن نخدمين وبالتالي ولت الهيكلة المؤسساتية في خدمة هذا العمل وبالتالي كان حيي لأخوان والأخوات بطبيعة الحال لأن هذا شي يدل على أننا الحمد لله تقدمنا لدينا واحد احترافية كبيرة ودينا واحد راصي الكبير ودينا واحد النوتش كبير اللي خصنا صراحة يكون واحد ديموبة هذا مطلب لأن شفنا الحمد لله كانت واحد لحظات ديل نقول ديقلواخ يعني واحد الأمجاد ديل الكرة الوطنية مع كمية لأسف كتجي ديو ديبا خصنا نحافظوا على هاد المعصر ولي هاد النساق وعلى هاد ديموبة ديل هاد المدية ونزيدوا بها الكتام لذلك من اللي تنشوفوا أن المغرب نفسه في الكف مؤخرا ونزيد في وجه القجاع كانت تذكر مزيان أنه منذ سنوات كان واحد العمل القاعدي كبير كبير نقدر نقول ديبلوماسيا موازية باش قدرنا نفرض نفسنا في الهيئة الكاف وفي الهيئة للاتحاد الدولي ولكن بالنتائج وبالتالي تيقى اللي تكلمت عنها اللي وارد في الصريحات يتيقى مشروعة لأنها نتائج كدل لها هذا وطن هذا وطن كانت تكلم عنه كامل احنا ما غنجاملوش في وزي القجاع احنا ما غنمشي ومع فوزي القجاع في بعض الاغفاقات بوضوح ماشي اغفاقات في الرياضة فقط حتى في سياسة بعض المرات حتى الحكومة الحالية والواقع اللي فيه الأسعار اللي فيه الأعلاف اللي فيه معطشان ما غنجاملوش ولكن لما كانت تكلموا على وطن احنا عارفين انه وطن جميل وما يحققه في كرة القدم اجمل اكيد هذا الايطار الصراح اللي كان ورد على ليسا المسؤولين لهما يبرروا وانا عطيكم واحد الميتال وكنا قلنا هنا نفكر لكريب المغرب لا يعتبر الأعراس الرياضي والكروية مجرد مناسبات عليها وعطيت ميتال لتعطير الجانب الامني في المقابل الهائية لكأس العصبق هذا اهتمام سيادي وبالتالي المغرب يعتبر بأن مليكة تعطاه الثقة فهو تهتم بها الى اعلى مستوى وتعلمون المستوى السيادي هو صاحب جلالنا صلى الله وبالتالي كان واحد اهتمام كبير وعن قرب وتتبع وبالتالي كان واحد اهتمام كبيرة اليوم التحدي والترسيخ ديالها استثمار فيما يتعلق تحقيق ناتيش اخرى ان شاء الله وزيد الكتام وكذلك الديمومة محافظة وليكن شيء به هذا مهم هو اننا المنظومة كلها تنطورها تكلمت استاذ على طبيعة الحال وعند احنا محترفين شركات وفعلين اقتصاديين محترفين في هذا المجل الحمد وما بفخار وطنية ماذا بينا يعني مدربات حكامات كذلك هذا التسويق ديال لهاد المنتوج الوطني هذا تقدر ديالي والتحدي وكان اعتقد باننا في الطريق الصحيح لان هذا اللي كان نشوفه الحمد لله يدليش الصدر وكانشوف بانا هات النطج ان شاء الله قصة نحاول نستثمره ويكون فيه ان شاء الله واحد ديموه صحيح يعني احنا نتكلم عن النساء ما زلنا وغادين فيه ومساهمة ديال المغرب اللي غيشارك ان شاء الله في الالعاب العالمية يعني في الكأس العالم في الهند ولكن ايضا شفنا في الفتصال فارق خر ممتع جدا وكانت تأصر بأرقام كبيرة جدا ستاعش مع سوما وبع تاعش مع يعني كان جهة اخرى تاني مخدمة في هالكورة وانا نتمنى ان هاد شي عمال رياضة المغربية لانا ماشي كنقولها وانا فرحان فرحان ان كرة القدم تكون هكذا ولكن خدلان وكنحس بالغيبة في بعض ماشي في بعض بزاف تالريادات وما فيها باش نشير بزاف الأصباح ونجرح شي ناس ما كيللاش اللي ما معطي فيهم والو وكذا ولكن كانت صارت في دي دي سيبلي اخرين يعني شفنا بعض الميداليات الذهبية في كما قلتي كين ضو يك جوج اللي بغي يتكلم يتكلم مرحبا اتكلمتي على الفوتسال يعني باش نترو عليه شخصيا السي دقيق اللي هو إطار وطني اللي عنده مؤهليات كبيرة وهذا هو الميزة متاع السيفوزي القجع باش نبينو نترو عليه شخصيا على هذا أعطاه جميع إمكانات باش إمكانوا دك 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 لصفوزي ديالو إمكانوا يمشي فيه على 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 مستوى وليوم عطت النتائج ديالا الحمدلله اللي وصلنا اليوم نيوهيام تاسعين في الكلاس من ماندية وصلنا كارت فنال كوب دي ماند وطن وحدي أنا أكثر أكثر يعني معنوات اللي 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 ديفيسيل هو جعل تعطي اللي كونديسيون أدكوات وفافوغابل الأشخاص اللي عندهم مؤهلية مؤهلات باش تخليهم يمارسو في ضروف جيدة وهذا شي اللي يقع في الفتصال وهذا الشي اللي اللي غادين في طريق صحيح في الكورة النسوية منتقل منتقل مو على بعد لكنا 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 لحظة لكنا لحظة 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 من المنزل يبدأ un contrat تكنيك ناشنال فيها لديك ريجونال وفيها واحد اول نوبة التي تعطيت فرصة لشاركة بين البرتنرية 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 يعني اليوم مع شركة اسمي تساسبور إدوكاشن سوليشون اليوم نتكلمو عليهم بعد اعطتنا واحد القاعدة متع القورة النسوية في التكوين وفادة متع الدراسة ورياضة ودراسة يمكننا تكلمو عليهم بعد دخلي الأستاذة إلا تتذر بعد على رغم أنك الكنية فيها إلا فلا استثناء في الكلام لا تستثني تفضلي أنا قدي نهضر قبل وبعد قبل كنا كان مرسو قورة القدم بوحدة عشوائية اللي ما عندهاش معنا قاعد يعني قم كورا كينا بوطولة نسوية في الجامعة الملكة ولكن بدون اهتمام كانش لي مهتمرين ولا عرفنا اش كان نديرو لا تال خارج معونا جوجل عبوض ذو وعدياتكم ها كله الكاسو يا الله بطل مغريبا الفوصل سوا كان فادة هاد الواقع هادوك المسؤولين الله يسامحهم شوف باش كانوا مشغولين شوف شنو اللي كان ما نعرف الله أعلم من لي جا فوزي سيد فوزي اعطى الاهتمام لكل شي اعطى الاهتمام لجميع الفئات اعطى الاهتمام لجميع الفئات كل شي بنفس القيمة ولكن جل هوات وحنا كنا تعطى نا شوية ودك الوقت انا كنت في 2015 يلا جيت كل وقت كانت لقى مع السيد فوزي وفي اللبناء تلاش هادا كل جمع عام كيقول ان شاء الله غادي تكون ثورة وفعلا كانوا خدموا على برنامج سبوغيتي الدراسة والرياضة في 2017 2016 عام دوميل ست دوميل دي ست من لي يعني اختاروا احسن لعبات مع الادارة التقنية الصغيرات ودارهم برنامج سبوغيتي عبخيصة في 2017 تقريد دي العصبة الوطنية النسوية اللي دار معنا عقد الاهداف عقد الاهداف عبارة عن يعني تكوين يعني دعم الفرق بشكل مباشر شراء الباصات الفرق حتى كنقولوا تجهيزات كن عندنا خمسة وعشرين بنت اللي كتخلص في عقد الاهداف 3500 في القسم الأول يعني في طفرة من نوعها ما كناش كنتوقعوا لنحلموا بها أيضاً اللي صالير ديال التعقم تقني تمانية مدرب دي المساعد ديالو بخيبارات الفيزيك المدربة ديال اوديسات المدربة ديال ايكانز يعني كان يعني وضعش يعني كان يعني اهتمام شامل حتى بالجامع يعني ما يكونش هدك اللغط حوله أنا ما تخلصت أنا ما عنديش أنا كذا ولا لي فيرمون ديال اللي صالير من الجامعة نيشان اللي كنت ديال اللي بنات باش ما يقولوش رأى ما عطانيش هدك حقي يعني احتل بنت تلعب بواحد الراحة وبواحد الامان وكتعرف بأنه راجيها لالعجر ديالها من الجامعة وهو اللي خلى دابا هاد الطفرة وهاد الشغف بكرة القدم وهاد يعني الاهتمام الشامل بتطوير كرة القدم من نيسوية أيضاً حتى في القسم الثاني ناس الامتيازات اللي تعطات القسم الأول تعطات القسم الثاني بغرض يعني تكوين منظومة احترافية البطلة المحلية ديالنا وتقوية المنافسة بدليل أنه الحمد لله شفنا كيفاش الجيش الملكي مشات في المسابقات ديال البطلة الإفريقية واللي ما كانش عندنا مقبل يعني حتى وجود سيد فوزي في الكاف اعطى واحد الزخم دياله باش تكون المنافسات على الصعيد الإفريقي لأن ديال البطلة النسوية لما كناش تنحلم به يعني جاء في وحد الوقت أعضف إلى ذلك أنه أنا دبكة مسيرة راولة عضوه في اللجنة المنظمة ديالكاف سابقة هي الأولى من نوعها أنا المرأة الوحيدة ودخضر بحدد ولم كانش فوزي كون كان رديدين لهذا البلاسة تماما أيضا الرئيس العصبة ديالطهة ديالفوتصال هو أيضا عضو في اللجنة المنظمة ديالفوتصال والقرى المتنوعة يعني الوجود ديال السيد الرئيس لا على الصعيد الوطني أعطانا الحق ديالنا ولا على الصعيد الإفريقي ولنا كنحس برسنا بأننا ولنا كيني ما عندك شما ديري ضروري تنوهي ما شي فقط نحن ترئيز ديالك في الجامعة بززمنك هذي أول كلمة اللي بغيت نسمع لأن مني كتشوف أشياء تتحقق قدامك غتتكون حمقلة بدتت ضرب الحجر لما كناش نحلموا بها أنا من اللي جيت في الفين وثانتاش قلت اليوم قلت اليوم هذي أحنا كنا شوف أنا أتدر معكم صراحة ها هي اللي بغينا هذي نارا صحراوي كانت تزير إلى بغيت ها هي بديت كانت مازالي ما هذه الساعة ما بديت يالله بديتي في البرنامج تفضلي كانت عندنا ميتين وخمسين ألف كل فريق ميتين وخمسين ألف هم شنين ميتين وخمسين ألف هي بخمس وعشرين مليون كتتسير بها العام كله عمال عام كامل العام كامل فيها صالير وفيها اللي دي بلاسمو فيها اللي بخيم دليو ديمات وفيها اللي فيطمو فيها منعرف شنو يعني ما كانش شنين هذي ديريها في صورة في صورة كما كان كي ديروا جدادتنا وجدادتنا وكذا صورة شو دي جبديمنا بش بدريهم بدريهم والله نحي دنا دي البلدي العيون احنا كان عندنا الامتيازات دينا اللي كتضاهي جوش المليون دادهم تيعطيها لنا الرئيس دينا وهي اللي كانت كتقدنا يعني الفورق الأخر شنو جوش المليون دير ميني مو يعني بش تقد الفورق كانت كتعاني يعني تحت تحت الصفر من اللي جيت أنا عصبوطانية درت شي مع مع الفورق دي أنا قلنا نشوف أنا فوزي ما كان عارفوش ولكن غانت ضرب نزيدكم واحد المليون وليش تلمليون حيث المسؤولين عودون كل موسم تزيدون عشر ألف درهم كل موسم تزيدون خمسة ألف درهم قلت لي أنا دي نحاول نزيد واحد جوج إلى ثلاثة من اللي لقينا إذا بي من ميتون خمسين ألف درهم المليون يتديل ديرهم وستمية يعني مية وستين مليون اللي كتعطي الفورق ديال النسوية عضي إلى ذلك كل فارق اثنين واربعين لكل فارق اه وكل فارق البيس دياله وكل فارق بلبيس دياله اه اثنين واربعين اللي شرين العام خمسة واربعين اه وأضف إلى ذلك يعني الامتيازات الأخرى اللي كانوا تعطاوا لنا يعني أنا قلت لك بأنه الحمد لله أنه جابوا لنا شخص مناسب في هذه الفترة وفي هذه الثورة اللي كان اللي خاص في المغري بيكون حاضر بقوة صراحتا من كلمش لك خديجة ومعاد ونخلى أيضا لأخواني يهضروا جمال ما معناه أنه ما كينش واحد ينافس ويترشح في وجه في وجه في الجامعة الملاكية ما قبلتها رأسي يقصح في هذه الحويج هدول ويكي دابا مني كنتسمع هذا الهدرس يا عزيز مني كنتسمع هذا الكلام بحلها مني كنتسمع مني كنتسمع هذه الإنجازات كتتحقق مني كنتسمع كون يقدر يجي قدامه مم كين الإجماع وكين واحد من نظراه وكين طوافق ومهما مني كنتشوف دابا مثلا مني كين تخلص لصالير متاع الأطور التقنية والطبية ومنتي عطي كل فرقة طبيس شنو هذي يعني مشي جات رؤية باش كل فرقة فش ديها ديها في التكنيك ما يبقاش عندها هذك الهاجيس متاع واش لعبة غادي واش غدا غادي رقاف فش ندي بلاس الهاجيس وذلك شنو يعني كل حاجة درج وهي بواحد رؤية اليوم قبل هذ شي شنو كان علش كانت يقول بلاتي الساين وذلك شنو كان واحد البنية التحتية هذة البنية هذة لما أدرت لهم شي مجرد تحتهم فلوس كنت تحتهم تبسل ولكن لما أعطيت همش واحد الأرضية ولا شي حاجة بش يلعبون دونك في الأول الماجئ متع السيفوزيق جا كان كان يتعود ويقول هذة هو بنية التحتية وش فنا كان التورة في البنية التحتية يعني كان العامة اللولى أكثر من 130 متع الملعب السطناية اللي كان القاعدة شنو القاعدة هي الفوتبول أماتير ومن هم هذة التيران التي تستفدو منهم البطولات النسوية نما تلعبوش في انتيران وهو ناتيرال بعد تلعبو في انتيران سنتيتيك ونورب نمكن لغدات عطينا وتقوينا وذلك الشي يقرؤ في التهوري يمكن يتبقوه في واحد أرضية إذا هي مناسبة يعني أنا أنا بش معاش وكنت أقري منه هذا وتبارك الله هذ شي هذ شي يتخلي بإن ما تدير شي حاجة لما عنده واحد الفيزيبليتي ونعطيكم واحد سكوب هذا أنا أنا براس إنها تعين في الحكومة نقول سافاس في دي فوتبول ينكلي نقول لكم بإن تبارك الله وعند واحد لتعطي المسؤولية لكل واحد ويخليك تخدم وتتخلي له دابد مش عنده الفيرو هذك شي يتقى واحد عشرين الناس يعينوا على الكورة والخرين عاو على المسائل متاع اليومية ديال وهذ لتب هو يخلى كل واحد بلا responsabil وكل واحد ستسعطي هذيك ل responsabil وكل تشوف هو وشحال يتقى في هذا شيء لذلك يتقى لتعطي 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 بإمكانك لتعطي وشعر لتعطي لتعطي وشعر نحن نحن وشعر 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 مع 40 اتحاد افريقيا وحتى اليوم يمكنني نقول لك بان هذوك الشركات اللي كانوا في المنافسين دينا وكانوا يقولوا هذوك شركات هير هير باشي يطلع للمكتب التنفيذي 2017 هذوك الشركات طور وزادوا طور من 2017 تال اليوم يعني اليوم لمشي تول مركز محمد الساديس في معمورة اتشوف بان عمر عمر على اكثر من المئة في المئة حيث اليوم كانت يتمنى اوطيلات اخرين وذلك الشيء باش يمكننا نستخدم جوهرة وجوهرة متاع الكورة الافريقية افريقية مصنع وحنا هذوك السودسود هي اليوم تجعلنا ديبلوماسية الموزية ومشي تنخضو تنعطي ومشي تنزل مزيز المغربي اه 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 اقبال على زعم الديبلوماسية اوزة الامنية والرياضية وكانت الديبلوماسية في وزارة خارجية الحمد لله كل شيء سيجعل نفس طريق اليوم المغرب الحمد لله بقيادة صعب جلال الله ينصر هذا بوحد انفيزيون اللي هي الكلير والتوجيهات السامية الحمد لله اللي غادي كل شيء غادي تعطي شوية في المجال دياله اكيد اغير نجاحات نعسم مجال التمييز المغربي فيما يتعلق بشاركة الجنوب جنوب انها كانت ولا زالت ولا ستبقى بمنطق رابح رابح اللي كاعدها المسروعية ديالها وكاعدها الزخم دياله في جميع الصعيدة بما فيه الجالي بالريض طيب انا غادي مشي عن سي جمال بالراوي باشنسو عولو ولكن وانا غادي عندو احنا كان صفقه للنجاح لان النجاح مصدر اعتزاز وفغ ولكن مني غايكون سي فوزي القجاح معنا ابتداء من حالي عشر ونصف ان شاء الله او اتناعش اللاروب راغا نفتحهم الفات حارقة ايضا راغا نفتحهم ممكنش انا نقول نجاحات فهذه المجالات والمواطن الفقير مقهور ما قادرش يمد يدو باش يعيد باش نكون نساني صرحاء فانا هي الحكومة بوحدش كل من الاشكال اللي احنا ما غا نخبيوهاش ما غا نخبيوش غلاء الاعلاف ما غا نخبيوش غلاء الشمنذر والنخالة اللي هم اساسيين باش يكون عندنا هاد الكسيبة ما غا نخبيوش ما غا نخبيوش عشانو كيوقع في الطرقان لمانين النقل مانين الكميات اللي عواض ما تمشي الفلوس للدولة ويزيدون في الطناج ولكده ماشي غير في السواد وفي الممارسات اللي مخصص بقد دور في بلادنا قاع ما غا نخبيوش الغلاء ديال الكتب احنا مقبليين عن الدخول المدرسي واللوبي ديال المدارس وخصوصي اللي تكرفس ما غا نخبيوش معاناة الطبقة المتوسطة شمعتو احنا كنسمع النجاحات الان كنسمعو ايضا اخفاقات في جي اخرى خصوصنا نكونوا واضحين وضعية المتقاعدين ناسي عزيز اللي بركة ما نقولوها المتقاعد مش عولدو كياخد جدريال وغايب كياخد كلام كتير ولكن خليوتيجي منشي منشكرة باش نعرفو من بعدها نشكرة نمشي لعنسي جمال براوي هو ريادي ولكن خلوي داد حقات انتصارات كبيرة جمال براوي راجاو ياه كنجبدو كنجبدو جمال نعم اخو انت عندك مشكين مع الويداز انا ما عندي تشي مشكين انصحاب يدع كلهم وانيتهم وهذا ما عندي شنا مشكين مع الويداز وفعده نجاح سيد المغريب يغي اول نوباك ياخد الكؤوس الإخريقي يرجوش لالفكان سيد الكعب هذا نجاح موهن ما كان بغيش نغضبك نخمم صحتك الويداز دت كأس إفريقيا يلا تقدت مع الرجل احنا داخلين تلاجر مثلك نصابو كماني ويلا وصلاة علينا الويداز لك حجر عسكر جايد دير بيا ديال دير في ديال كأس رادي نطل نكذر حوم في الكأس واشوف تاريخ ديال يخدم مجوش فلكن ما يعود لا انا انا قلت لك الباح سوف نكون صحفي صحفي را ما كيداش تران لكي فتران لكي فتران لكي وصوص الوقت بما أن معنا الوقت الكبار النسويه انا عندي واحد اجيس 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 مدخلتش ما عنداش فراق نسويه كنت عندها واحد عامين وهذا في العالم كنتشوف هناك فراق كبرى هي عندها فراقين شوية اللي كنشوف مثلا المسافرين ووصبورغ وليون وبرسولون ورياماديد وده باريس انجانا وهذا ودهك شي احنا عدنا الفراق الكبرى منعادة الجيش ملاكي كل شي عيد كل شي من بعد من الكبرى النسويه وهي هدا اشكال لكثنون نشوفها الاختجية من خبيق بلدية العيون وشكتعدك بانه خبيق بلدية العيون الكبرى النسويه هو نتاج دي السبع سياسي ما بين ورادية ما بين ما بين بعيش بلدية العيون ما بين اللي كان يترأس ساقير حمراء ثمان بعد حسن درهم حسن درهم وحمدي ولدرشيد حسن درهم ولكن من اللي كتشوف اشنو الدار في رديية العيون تقول عين قول ناخده الوغتي ناخده جيبا من هاد من هاد من هاد سمارة فريق متميز جدا واتما يظن الناس رغا الان الفريق اللي كيلعب في موجود سمارة بدا سمارة ثمانين في المنائة فيهم صحراء ثمانين في المنائة فيهم جاين من المدينة الفتيات اللي كيلعبوا في كلهم صحراويات فالتالي ناخده وعداش الويداء دراجان وغريب فاسي علاش ما مزعموش لدخلوا هالقطع هالولا انا كنترحها ثانيا سنترح واحد ايشكال لبا كان هضوع الفوتصال كان يعني خسن من 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 المسؤولين وصدقيك كان راتب الول كانت يقنى فعدنا بطولة وحسب نحن وعدنا من الكورة الشاطئية لقد وعدنا الكورة الشاطئية لا نحن مستمع 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 ومعارات الخيصاد الخيصاد فشوف مالسي موعد عداش الكرة الشاطئية مانجحناش وشنديقه بطول فبالتالي دعمه زيان كي نعطى وراء قين عمل ودعمه كعبار في كل شي ودك بانه تواحد مطلش حدد القجع لانه تواحد ما ما حس بان عنده شي حضود وتانيا لانه سدلين فهم كمين ابتداش بانه حل المشكل اساسي هى اعطى الامكانيات لجامعة لانها امكانيات فشكت فضغ دعملي كيتكلب الوقت فيه لكيتكلب بعد باي الشي امكانيات التي أولت عن الجامعة لما كان سيغير امكانيات وهي والي دا ذا الرسالة الملكية لحول الرياضة على كل وان كلنا فرحتو بالكورا النسيفية بالتنظيم بالفوصال بالشبان ديان اقل من عشرين سنان الشبال بشكل ممكن لنا فلكن يبقى المسؤولين الحاليين يغير بلداية لنطلحوا الاشكالات هنا عندي واحد قديس غير شفت بالحش المقاررة المغضب الفاسي تيران عامر بالنسبة للغاية بالنسبة للمغضب الفاسي كانوا عارفون اذا نقصهم يروحوا ولكن المجاعد كانت اجواء فيه جميلة وجميلة جدا وخدموا الوراية فبالتالي ولكن عندك دائما واحد خمسين والاستين لكي يخسر الحفلة اغلبهم 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 اطهر يفعين انا بالنسبة لي كين جانب امني ولكن بالنسبة لي بانه مينور من يدخل الملعب تكون مرفق مرفق اغلبهم من يدخل السباعة سلام مش خديم طيب ولكن ما تكتبق معنا لان امني غيجيس فوزي اغلبنا ايضا انا دره 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 في حلقة من الحلقات تتكلم مصادق والأخ ومنا كدع الوسطة في الحوالة والوسطة وحتى الكسابة الكسابة قلت لك احنا بلا وسطة اشن ما بغن مشيو احنا للسوق احنا كنعرفوا نعرفوا فعافكم إذا ما صلحوا لنا الخطأ احنا صلحنا معقولة 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 هل دعونا لديهم حوالك سوف يطاللهم سوف يقوم بلسوق سوف يصبح السوق سوف يصبح السوق تحتاجون منظومة وهذه المنظومة هذه المنظومة هذه لكي نقص فيها لا نتحق بأن نقص فيها لا ندرنا ندرنا تعاونيات والشعاجة التي يمكن تكلفت لها صحيح لكونوا مرتاحين لأننا متهموا من المستمعين لذلك منظلمهم كيف نصفهم يعتبرون في نفس الوقت اعتذار وتصحيح في أي تجاوزات أنا نتمنى التجاوزات ما تكونش لا عند الوسطة ولا عند الكثابة بتاوما اللي كيعلفوا باش ما يعلفوا شي حاجة اللي ممزينات صحيا ولا عند ولا عند ولا عند نتمنى نتمنى يكون كل شي ماشي بالتوازنات اللي هي مهمة بزاف بزافت الناس عندهم أسئلة أنا كنقول باللي رغم قلها يطمأنه لا رغم قلها منها المدرب كلي يقول لك غوط نحت عينا ما سمعناه حد خصو يمشي في حاله ولا هذا مهمة شي هو اللي غي في السرول من نيجي أو بغوا مدرب مغربي ولا بغوا كده شي غي في السرول من نيجي ولكن أيضا كيناء أسئلة اللي كتهم الواقع اليومي للمواطن المغربي نوين طرحان غير هو وسط الناس اللي كي يقولوا بعض الفئات اللي كتبغي بعد المرة تقول وهدي شمعناه وشفناه وهذا علاش شكر بزاف الفوزيق جا هذا ماشي شكر هذا انتقاد ماشي بحل واحد مرة في واحد المحاضرات خل واحد سيدة الصبعو واللول ياك مازني يا الله بدينه قل كوش غتتعيرو للا إلا ما كنش غتتعيرو مشي أنا في حالي معناه كين اللي مهووس بأنك غسك تنطاقة والضرب وما تحييش نجح خسك تريب مهووس خسك تريب إلا ما ريب تيش بدامه ما غيرتاحش وإذلك يلا تفضل 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 عزيز لو هدا ديما تتيعجبين نرجع للمسائل اللي هي اللي هي التاريخية قل لك قل لك حمام دوز الإشهر وريب كما بغيتين مرحبا وخ فضل الفصل الفصل أنتم على أمثام إذاعة القضايا الوطنية هذا البرنامج مخدم لكم من طرف كوتيسبور كوتيسبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة مدجي اس نربح الرياضة صندوق الوطني للضمان الاجتماعي كيرحب اليوم بالناس اللي خدامين لحسابهم والكتير منهم بقي كيتسائل كيشك واشماني باشماني إلى آخره إيوانا كنتو خدامين لحسابكم برنامج تغطي الاجتماعي جات بالجديد خدام لحسابك كتشف شنو الدار ويفيد لي غيجوب وغيوضح تبعوه على إداعة أبا فام كل اثنين ثلاث وخميس مع الاثناشونس الوحدة ونص وثلاثة ونص ديالعشية كل اثنين ثلاث وخميس مع الاثناشونس ديالنهار الوحدة ونص وثلاثة ونص ديالعشية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ملتزمون بحمايتكم أنتم على أمفان إداعة القضايا الوطنية ديكريب تهج أول وأقوى برنامج إداعي بالمغرب لكي حل الوضع الاقتصادي سياسي واجتماعي مباشرة على أمواج إداعة أما فام ديبا سي عزيز دوزنا الفاصلية يا الله تفضل قلت لك أنت يا عجبين نرجع للمسائلية عندما ارتباط بالتاريخ الرياضة في المغرب ركن واحد الوقت اللي كنا حاجرين إفريقيا خاصة نكونوا صراحة اللي كنا بتنقبلوش لعبوها إفريقيا أنا سمعت موسيري الكبار الله يرحمهم والله يطول عمر اللي باقي اللي كانت يقولك معنا ما نتعلمو من إفريقيا راسيني ونحن عغادين بهذه الفلسفة العوجة اللي يمكن في ذاك الوقت كانوا عندهم مبررات ديالها عندهم فعقولهم ولكن في الواقع ما كانتش عندها ندرام مستقبلية أننا نحن في هذه القارة ونبقوا فيها رأي في الواقع بدينتين هدموا بإفريقيا حتى اللي تم فروض علينا اللعبو كأس لأسميته لأهيل إقصائيات الكأس العالم عن طريق إفريقيا في البداية كنت نعطيها برودة كشيغي ما تعرفوش الكورة ما تفعلوش حتى من يفقلة من القلوب هم قناة صحيح أدغال وبقى هذه الكلمة الأدغال تتقلت يريدون أن أصبح الأدغال أبداً ، يقولون أنه يقوموا في أفريقيا ، و أفريقيا أو أفريقيا نحن 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 أيضاً هذه مسألة تصحات قوة في العهد السفوزين سأقوله صراحةً أن إنتون تشعر في أفريقيا باستنظر في أفريقيا وكرة القدم فيها دور كبيرة حاجة أخرى، الجامعات السابقة دارت محاولات ولكن لو كانت محتاجة، ولكن دارتها بطريقة غير مباشرة كانت تعطيل الفراقين لتكلفهم بالتكوين والفراقين لا تكلفهم بالتكوين تعطيل الفراقين لتصلحوا شيئاً والفراقين لا يصلحوا شيئاً السيفوزيتي دهر ليفهم على أنه أما نجماً ديريكت ديال بعد المسائل هي أساسية وجوهارية لفوندا مونتان مشالها تصييرها الجامعة مباشرة فرقتك هو الذي يخلص لك المدريب فرقتك هو الذي يخلص لك الطباب فرقتك هو الذي يخلص لك اللعابة أنت تكلف فقط بالكورة ومع ذلك، بقوا الخوادات كما نقول الصراحة بقوا الخوادات، بقوا الاستفزازات وكذلك المسيرين يقولون قسمي معي، نتيجة هذه الصالة التي تزييرها لكي تعطيها الحمد لله، كانوا عقوبات ومسائل التي بدأت تتحدى من هذا الوضع بما أن الخبط والفساد الذي كان في الكورة تظهر للدكاء السيفوجي أن نعرف ما يمكن أن يحاربوا إلا تصيير المباشرة لا تنصفقه في هذه المسألة ونحن يقولون أنها غير ديمقراطية غير كذا ولكن في الواقع يتطرق لا يوجد طرق أخرى حقا رياضة السلحة في المغرب المسألة أخرى فيما يخص الأنديا الكوبرا لا يوجد فرق الأنديا الكوبرا لا يوجد فرق يوجد فرق لا يوجد فرق هناك مددات في الباسكتبول ونطاسيون وفي الجين لا يوجد فرق فرق أخرى لا يوجد فرق فرق الأنديا الكوبرا لا يوجد فرق فرق أخرى ونظروا فرق أخرى لا توجد فرق الأنديا لا يوجد فرق الأنديا ولا يوجد فرقال حقا ما يجب أن نفكر فيه هو كيف نؤثرهم الأنديا عندها مسؤولية تأثير هذه الجماهار يعتبرها جماهير ديالها ومساندة لها ويجب أن تأثيرها ويجب أن تأثيرها ليس شيئا صعيبا لكي يدير المسؤول وتعطيها على الأجر وهو يأثير الأطفال ويجيبهم تحتس القيادة دياله وتأثير بيداغوجي دياله يكون أستاذ أو معلم وأستاذ التربية البدنية ويجب أن نستغل هذا العمل وقد أفعال الذين طردوا من الطيرانات في أغلبهم من الطيران ونستوعبهم في الطيران ويجب أن نتأثير اليوم لا ينبغي من الطيران غير ما يحبون من الطيران لا ينبغي من الطيران نقدرون أن نعود للمجرمين والمجرمين أطارهم ونعودهم بأناس مربيين ويجبون تأثيرهم في مستوى ويجبونهم في حتفالي كبير ونرجعون إلى الكرة القادمة على الأقل نخرجه من هذه الظواهر اللي بنا تنشوفه دي البارحة الكاردية أو البارحة الكاردية اللي تتهرس فوجده ماشي معقول ماشي معقول ماشي معقول ماشي معقول دي ما فات استراتيجية متاع النهوض متاع الكورانيسوية وتغير الكبير اللي وقع وباش ننجاو بس جمال وكان إلزامي اليوم في دفتر تحمولات متعورة وانت كنت تكلم كان نخبر باللي راسي فوزيق جع غايت التحق بعد قليل إن لم أقول أنه التحق ماشي معقول ماشي معقول ماشي معقول التغير الكبير هو didifter تحمولات متاع الفوروخ الكبرى ماشي ماشي معقول ماشي نزامية اليوم باش يكون عندهم فرقة متاع الكوران نشوية وماشي الفرقة الآليف، الفروق الصغرى نديروا نديروا سيحمهم مقطع من القطعة اللي نراحه ونجلوا أيضا سيفوزيق جعل شي ياخد راحته لأننا نجي في الطريق ثلاثة دقيق ولا جوجو نطلق وخا اماما تازت الأيام يا اماما اماما مشهور وعوام يا اماما اماما وأنا يا غريب يا اماما اماما في زمان الصعيب يا اماما اماما حسيت فعلاقي يا اماما اماما حسيت فعلاقي اماما حسيت فعلاقي يا حسيت thatís اماما حسيت yet uneven اماما اماما حسيت delivered نواصل دكريبتاج وكما وعدنا المتتبعين ومستمعين الكرام بحضور سيد فوزي القجاع بصفتيه صفته الحكومية كوزير منتدى في الميزانية وصفته أيضا الريادية كرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم أحضر وصل بالسلامة وكان هنأوه على الولاية الجديدة كرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم بدون منافس طبعا وهذا بدون منافس اللي ترشح طرحناها سؤال قبل ما يجي يعني لماذا ما كانش منافس اللي تقدم ويدر ولكن أيضا سونا ما سير هذه النجاحات وجوبوا عليها الإخوان ما سير هذه النجاحات أنا عندي جواب ما بغيتش نقوله حتى تسمعوا ما بغيتش نقوله حتى تسمعوا سيفوزي النجاحات الكثيرة جدا التي تحقت في الكرة المغربية على المستوى الوطني ولا على المستوى البطولة ولا على المستوى الإفريقي ولا على حضورنا العالمي العربي والعالمي وعدينا كثير لآن نجاحات فيها الصدفة ما يمكنش نجاحات ما مبنياش وما مخططش لها ما يمكنش حاجة واحدة اللي جاتني جواب عليش درت هذه الأغنية هذي إما أنتم في مناطق الشرقية دينا العزيزة كتقول يما الوليدة فأنا كنقول شوية لأنني سويت عليك ما عمت واحدة السبت لهذا وقالوا يمشي يشوف الوليدة فأنا كنقول وقي لكين أرضات الوليدة ناسي فوزي من هذا شي كامل ونلخصوه لا من تخطيطات ولا من كادم زيف ترضات الوليدة نواخي لكين تفضل شكرا لحمد الله أولا تحية المستمعين لديك ربتاش وليكم أيضا أولا أنا ما جيتش في الوقت لأننا كان اجتماعا تعمل مكتب تنفيدي لكون في درالي الأفريقية لكورة الأدامة وهو مازال متواصل أنا أعتذرت للرئيس باش نجي لأننا أخذينا الاتزام وقد نرجع إن شاء الله بعد وقت هذا العمل بطبيعة الحال إنسان في جميع المجالات تدير واحد المجهود سبب وبطبيعة الحال أنه يوصل الهدف واللي يوصل له نسبيا ولا يفشل في الوصول فذلك كرا بطبيعة الحال أولا فيه الفضل والإرادة تعالى الله سبحانه وتعالى وفيه بطبيعة الحال الإنسان الرضاد الوالدين راح مشي مسألة شخصية كالتعلق بالقجع فوزي ولا شيء واحد أخر مسألات يعني عندنا شرعية والله سبحانه وتعالى بعدا يعني الإيماني به وبرسوله فالوصية كانت على الوالدين وأعتقد بأنه فدي كل مغربية ومغربي فالرضاد الوالدين والعلاقة الوالدين لأنه في الحياة وحنا دبا كأباء وأمهات فالشخاص اللي يمكن الوحيدين اللي يبغيوا يكون ولادهم حسن هم هما الوالدين نتعك فالتالي هاد الحلاقة بطبيعة الحال هي اللي كينا وبلا ما تسهول أبدأ السعب العزيز هادين هي اللي كينا والحمد لله أنا الوالدين نتعي محدهم في الحياة فكنزورهم كلما سمحت الظروف يا ربي أمين خلي الوالدين الجميع أنتم معه والجميع المستمعين ويمتعكم ويمتع جميع المستمعين بالرد أنتعهم صحيح الأسئلة عندي كثيرة ومعرف كيفاش نجمعها ونعطيها أخذ أهمها أخذ أهمها أهمها الناس كيقول لك من الصباح أنتم ما تهدروا على نجاحات فوزي قجع إخفاقات أولا أنا باش نكون موضوعي وباش نكون مرتاح مع الضمير المدرب السواحيد بالتسلم المهام من تاعهم اليوم كان مجموعة من الأمور الإيجابية أولا أنا أظر معك دبما مسؤول موالون أظر معك كان مغربي تيمشي للتيران تيعيش تيران با تيعيش وان تنسيما فهدا السواحيد أولا جا في واحد الفترة كان في المنتخب الوطني في واحد الفترة انتقالية إن كان عندنا واحد المجموعة لللاعبين كان خسله كان خسله تقريبا بدأ انسيكل وهدو كله كانوا في المنتخب الوطني اللي احتفظ بهم كانوا في البدايات نتاعهم لا حاكمية ولا نصرية ولا 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 وبالتالي نقولوا بأنه كرويا يعني كان في واحد للترانزيسون إلى حد الدين كبير فالمجموعة اللي عندنا اليوم وبشاهدت لجميع يعني اندي فيديويل كلاعبين تناعتقد بأنها من أحسن إن لم تكن أحسن المنتخبات على السعيد الأفريقي هذا العمل الأول العمل الثاني هو أنه وحيد رغم ما قد يفهم المجموعة المجموعة يعني من الناحية التنظيمية والأمور والضبط وهذا يعني يعيش تمزين الحمد لله كرويا والنتائج ما يمكنش لأن النتائج أي أرقام تقدرش تقرأها في الكرة ولا في الرياضة ولا في مليتت ومليتت حتى المرتبة 22 عالميا سميتها 22 نهار تكون سبعين أنا سميتها سبعين لا تقدرش تقرأها شي حاجة أخرى وهذا تكلاسمو في الرزولتات في هذا أو الديرة ما تلاعبوش مع مع من غدي اللعبو أرى أفريقيا فيها غينيا بيسا وغينيا كوناكري والرديسي والسودان هذا وما البود أنت أفريقيا وما الربعة وخمسين هذا ما يمكنش نكره تسميته العمل الإيجابي يعني لا بغين ندير واحد للبالانس وكان تقول لك بأنك نهضر معك كان مغربي ما شي مسؤولت يحاول يدفع الاختيار أو لا أنه في نهاية المطار قاعنا في فردو بأنني هذا الاختيار كان غالط ونجي عندك هنا ونقول لك وديت أن أتعرف بالغلط أنت عوتي نمشي بحالي بش الفريق الوطني لأن الفريق الوطني فوق مني وفوق مسؤوليات وفوق كل شي التي عني 40 مليون مغربي ف على المستوى الأمور اللي ما مشاتش هذا مهم أمور اللي ما مشاتش هذا مهم هو أنه أعتقد وهذا هو اللي قلتنا في إحدى التصريحات القليلة في هذه الأيام القليلة الماضية أن تنتبع الفريق الوطني يعني ما شي تنتابعه كمتتبع لعب ترينا لا أنت نتذكر مع اللعابة كل واحد كوحدو أنت نهضر معهم كم جمعات أنت نعرفوا شنو كيان أنت نهضر معهم ففترات اللي تيكونوا في عطال أنت نعرفوا شنو كين هذي بطبيعة الحل أنني كان نشوف الفريق الوطني ومين هذي ركاينة ولكن هتها ناخد الأمورات الأخرى أولا هذيك العلاقات توطرات اللي تخلقت في المجموعة اللي أنا تنظن وإيماني راسخ بأن ما عندهش سبب كان يمكن أن تفدوه ما عندهش ما عندهش سبب علش أنا ما زال واحد اللعاب يكون ما زال ما اختارش المغرب ولا عندي مشاكل بحال ده بك يدين واحد المجموعة اللعابة تنذكروا معهم وتمقنعهم هنا تقول ودي يمكن لكن أنا واحد اللعاب من التي يختار المغرب خمس سنين وست سنين وسبع سنين حالي راه المصار دارو ما رديش يبدأ لكارير لك هذيك التوتورات أنا كان أعتقد وضيور هي توطوراتي لأخذتي والتوتور مع حاكم زياج راه ما بداش من الأول راجم بعد سلتين أمام وبالتالي ما معناه أن هالتوتور جا شمان فزون جا فوسط الطريق كان عنده واحد السبب أنا من اللي بحث على السبب وكنت تما نهارة التوتور كنت في الملكم محمد السليس فما عندهش أساس ومن بعد أخذ واحد الحجم لأن الأمور مليت أقول الى بطور مليت أقول تهدر عليه أنت يوقع بيني توتور السعب العزيز تهدر في جهة وأنا نهدر في جهة ومن ثا تهدر بوحتك وأنا نهدر بوحدي ومن ثا تتفهم اللي بغيتي وأنا هتنفهم اللي بغيت وأذا كشي فت يخذ واحد الحجم نفس الشيء بالنسبة للمزرعوي والآخر هذا إشكال هذا تعترف بأنه إشكال تعترف بأنه إشكال أعلنته وأعلنته وأعلنه ونزيد أكثر لكي تسمى لأحد المسؤول أنا هو المسؤول لا أعكد أنت مشكلة أنا هو المسؤول لا أعني إشكال 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 أنا هو المسؤول كان يجب أن نحلل هذا الإشكال مليتها تكون في وسط المنافسة والسيدة ودارتي عرفت شي مزيان صعيب أنك تدخل شي حاجة على اللي كي تنصرنا سور طول ماتش نتعى مارس نتعى هذا الشيور كيف يستعدوننا المنافسة أو الحكومة أو الوزارة وما تشنودك شي وهذا وهذا ويعيدوا الإنجاز السبعينات نحن كان عندنا تركيز واحد من اللي دازل ماتش أنا أقول لك لسي واحد دابان حلو هذا المشكل ممتاز وأعتقد بأنه هذا هو الرأي الصحيح لأنني أغلط ولكن سأقول لك أنا بشجاعة وما هو الاختيار أنا قلت أود دي باش للاعبين كلهم اللي كان عندهم إشكال يجيو أنت عندك واحد المجموعة ما تنساش راه لعبات منافسات ولعبت في ظروف صعبة ولعبت في كداء يعني راه تهية عندها شعور فاقلت سنبدأ بصي مزراوي وحارت يلتحقوا وغادي ندوزوا من بعد الصحة كم زياش باش تعرف بأن هاد الإشكال ما كان لكي فالقبيلة كانت إشكالات قد أسميها مبنية على أسباب تافيها بمجرد فاقلت لقصة واحد مع السمزراوي فأصح في التفق على أن السمزراوي يجي وجه السمزراوي وهاني أن السمزراوي الحمد لله ديك العودة جابت لله تيجاب لله فيها تيسير ومشى الباير منيخ ونتمنى إن شاء الله وما يمكنش يلاقلكك أنا اليوم أريد أن نتكلم مع كم غريبي باسيوني بالفوت ونقول لك أريد ما محتاجينش واحد اللاعبي له في باير منيخ تسدع لي أدابة الميكرو وقلي الله ينينوهني ممكنش وقلي الله ينينوهني وهذا مزراوي وقلي الله ينينوهني وفي الحياة ندعم والآن نتكلم مع السمزراوي المسألة رقم زوج اللي أنا دائما كجمهور هو أن لا تنهضر على الأداء حاجة اللي ما تتعجبش مجموع المدربين بحل السي وليد تنهضر وليد 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 راقي راقي تعجب لي من اللي تصرح الأداء وليد أنا أتكلم مع السمزراوي وليد 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 لا إنه مجموع وليد 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 أضبت عليه واحد النهار نجيبها هي هذيك وتلوز وجه مرات ما نجيبه هاد شي هاد القناعات هاد جوج الاختيارات هما اللي تعطولك جوج المناهج في كرة القدم تنظر مكشوف في كرة الداخل تتقول لنا اسمي تأفسي بارسلون اللعب أربعة ثلاثة ثلاثة وأنا هم معروفين وهكذا كيف سألللعبه ومنا تلعب معنا داخل جهدك وهذا ما قد أعطي عليه وهو بنت ناتيره تتقول لنا أنا واحد هاد يلعب مع جنوب أفريقيا هاد نحاول نقرأ جنوب أفريقيا نتفرج عشرات الماتشات والخمستاش والعشرين ونقر الفيزيوناج ونقرأ جنوب أفريقيا ونقرأ جنوب أفريقيا ونقرأ ستلعب ونقرأ سيز وعاود لما تجاي تقول او ديلة انا هاد ليبيريا سيبا لما المستيل انا غادي ندخل عاود برقوق وندخل هادا هاد الشي انا كمغريبي ما متفقش عليك رأيك كرئيز جامعة اشوف اسيدي دبار انا هدر معك دبار كنقولك بدا اول انا كمغريبي انا كمغريبي اللولا علاش 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 انا هاد الشي قلتون وحيد مش مرة مش يزوج مش ثلاثة مش اربعة قيره هو وحيد اهه انا كنفرج هاد عشرين انا كنفراج هاد وان متشافه انا كنفرج هاد هاي غيقلون الناس وما تراه انا جايين انا جايين رايس فهمونا ونفهمونا دبا ملاي انا سنقول لدي دي عاشنا علاش انا كنقولوا حنا غيق سان أمتوز ولستيد برس كل تقنيك قلت يسمح لك انا ملاي اخواي اغادي تلوي بماعك انت ontim إن كنت تكنيك منك أكثر مني إذا أعبدت مع البريزيل حسناً أنت أدابت على البريزيل ولكن أنا أعمل باللعب مع أحد الفارق تكنيك منها يعني ألاعب بحكيمي وعب بونه وعب مزراوي وعب سعز ، وعب بانايف وعب هذا وعب نصري أنا تنبوز على الهرات أنا تنبوز على الوستيل أنا تنبوز على الوستيل أنا تقول لأخوة أني سألعب على الوستيل لا تقول ليش لا تلعب بوفال مع الردسي لا تقول لماذا؟ لا نفهم بلان او بيه درار جور كي يمكن ايليميني اتو ممان لعف اضميسيل وخسين مارك البيوت دوك هادير افلاف ايديو ماتش اختلف تنوية كتيرا غير احنا دبرنا الاختلاف الاباس لدخل اختلف تنوية كتيرا ماشي لاني تندخل لانهو كان الابجة ديت لانهو كان الابجة ديت وهذه هم الامور اللي ما فهموش المغربة ولا واحد منهم انتبعات من الواقع اللي كتيري شنتا ايه ما فهموش كيفاش احنا بوفال في الماتش قالي مالير ديسي ندخله في الدقة 89 واش بوفال احنا كان ميور جور تانا فالكان نديرو باش شانجمون تكنيك خطلو بلوقت نديروها بواحد جور نديروها بواحد جور هذا المرضود الغير المستقر وإدخال التغييرات المتوالية على التشكيلة خاصة في وسط الميدان ما عجبتش المغربة وانا واحد منهم وانت واحد منهم انا واحد وما قلتش طفح الكيل شو دابة هان نقول لك ها 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 ه ها 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 zit الكيلة النقطة التالتة هي اللي كيب ناسونال كيف مبغي يكون الكلاب أولا لعبان تعليك كبنسونال لا تعنيهم ماشي دابر بحالوا واحد الفرقات تعال الكلاب بركان يلا هدرو على بركان أولا لعبان تعليك كبنسونال هذا اللعب مادين لأنها هي طبيعة الإنسان يكون لديه مشروع في السويسالي أو يكملها أو يبدأ يعمل كثيرا هذا لا يوجد كبنسونال لأن هؤلاء اللعبات كلها يسنعوا وتلعبوا وكل شيء يمكنك التعليقات لذلك اللعبات تعالى لا يوجد كبنسونال 15 أو 20 مليار في العام لا تتعلم معها كلهم المنظمات من المنظمات من المنظمات وكل شيء يمكنك من المنظمات من المنظمات بشكل 36 مليون دوار هذا المسألة الأولى لذلك اللعبات الفريق الوطني كيف يحببهم يبقى لأنه ينزوج كان هناك فرق بين واحد اللي كبنسونال تتعيط لهم تأتيوا بالزز وتأتي لعب وتأتي لذلك الواجب واللي كتب الله لأن القانون باش ما تتوقفوش فرق سوء تعمشي هذا فريق وطني كان واحد الفريق وطني أخر اللعب تبقى تسنع ذلك الموعيد انت على ذات فيفا تأتي لي فرحان لا وشكوالي تيحب بلودك شي يزوج الأمور أولا لا تشمن تعب بلاده احنا الحمد لله هذي وطني احنا هذي عند اللعبان تانا لا تناقش ما كانش شي لعب اللي احنا يا شي نهار إلى إزيته في جيلك كبنسونال أكثر من هذا وحاكي ميت هلا في دورتموند دينا هلا معالي وفان تتروى في مالي ومشاء وهو نصر صح لك هذي عندنا الحمد لله المسألة زوج هي الامبيانس لأن الامبيانس ليس فيها الامبيانس بحال الدار نتعي تسعى بلاجيزة تقدر تكون عندك واحد الجوة في الدار في النضيبات التان تقرأ في بلاستو والكوزينة مقادة والأمور مقادة وذلك شي خدام منضبط ولكن ما كانش لاجوة ما كانش بزافة على جوة ما كانش منك تدخل للدار هادك لاجوة كينوا على الجوة اللي يخصوها شو هاد لاجوة وهادك لاجوة هادك لاجوة هي اللي تتخلي اللعابة كي يخمموا كي يحسبوا ليامات باش يجيوا الفريق الوطني اللي نتعيشوا عشر يام ولا خمسة شنو مجموعين مهمة اللعاب شنو هي الحاجة اللي ما عندوش في الكلوب اللو انترين مو عندو الماتشات عندو الفلوس عندو شنو اللي ما عندوش عندو انه تيجي اللعاب درابو وكيتلقى واحد صحاب اخرين اللي هادك لامبيانس هادك لامبيانس هادي هاد الجانب انت على جوة واحد عندو ضعيف يا سلام ومهمة مهمة ومع ذلك صبرتين ولي هادي لا ما اللي اننا في الامور انا نكتلك رام اللي تتكون في واحد تدبير رك تديرو شنو اللي حداك شنو ما التحديات اللي حداك وشنو ما الاولويات مهمة ولا بالاخرامة من المهمة يا سمو في نهاية لا نتيجاتاą وأداء وامبيانس ولا بده نتنزل على شيء ولكن لا تنجيش على الأولوية نحن الأولوية كانت ينمشون لكوب ديمون دبا كوني لا الفريق الوطني وانا قلتها في الأيام المقبلة باش ترجع يرجعوا له قاعد لكوب ديمون حاجة اخرى ستكون افكتيب هاد انتع الديسيبلين انتع الانضباط انتع التعلق بالوطنية ويبشيوا الدليل ان يقلسوا شهر جميع فمفرحان بيانسور اللعاب انت يمشي لكوب ديمون لانك كوراوين لديك مات موتيفة لا تشتقول له يلا تلعب كونك مزيان را لكوب ديمون عارفة هوا هدا كوال فوق هدا كوالسقف سيدا وده راتي عارفاد شي ممكنش كين من اللي فاتع لعب القواة ديقول في الجوزولمبيك ديقول الاتلاثة او الدراخس كتكون كونسنترية راحنا نلعبي اللي جوزولمبيك راحنا فدنايا ادوالحد ارتاح شوية غير شوية واحد الفاصل ولان الصراحة اللي تكلمتي بها غريبة جدا وانا كان استغرب صراحة كبيرة لا يعني ماشي سكتيني انا هاتشي تقلية ظهري من طرف المتتبعين ومستمعين الان جي تدرتي تشخيص قوي جدا صراح جدا هدا انا كان اعترف بهتا انا كما اعترف تقول بيلا بانا عندك جزء من المسئولية في مواقع انا اقول جزء انا اقول جزء انا قاعد اسمي لها قاعد مسئولية وده بلقى البادير والحلو نشوف ندير الفاصل ندير الفاصل ونفرحوا بعيدنا نحترمو هد القواعد القزير اللي غا يدباح يكون حريفي ويحترم التدابير الصحية المعتمدة من طرف السلطات المختصة والمعدات ديالو يكونوا نضاف ونقيين الحولي مين فخوش بالفم ما يتعطش في الدبيحة وما يلوتوش وما يرش سقيطة بالماء وموالين الضار ما ينسوش حتى وما يحترمو الشروط الصحية في التعامل مع السقيطة المكسب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنصى أنتم على أمثان إذاعة القضايا الوطنية دكريب تاج أول وأقوى برنامج إداعي بالمغرب لكي حل الوضع الاقتصادي سياسي والجتماعي مباشرة على أموج إداعة أمفام حقيقة 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 سماعة هنوصة حقيقة 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 تجيبوا البيوت والبورتيجا الكتر وكل واحد كيفاش يحلل غديدير لها رونالدو وديفعلها فلان الى غير ذلك من اللي مشينا على ارض الواقع العكس هو اللي كان الماتش اللي كنا نقدروا نربحوه هو السبنيول كنا ربحينه ولو لا تحكين أنا نعاود نقولها وقلتها قلتها الجياني وراهين هنا قدرنا نعاود ونقولها له وهو ما عطرفه بين الاغلات التحكمية اللي كانت كانوا اربعة علماعات فيهم جوجه اللي ثلاثة عدد المغير ما عليناش ما عليناش المباراة الثانية اللي كنا ريفاليزينا لبورتيجال مزيان هي هديك والبيوتنا طعال بورتيجال فوت على ابو حدوس اللي كان في البرمير بوتو ضربوا بيبي والوكو سيدي سير شوف هاد القطاع ونعاودوا نشوفوها 12 مره ما علينا ولا ما عادش اللي كان عندنا ساهل بهاد النظاري اللي روم يقولو الاخوة اليوم هو اللي خسرنا شوف نقولو على القدر كأس العالم عندو منطق اخر اللي صعيب فالكورة شنو هو هو اللي بوتونسيال تكنيك شنو اللي بوتونسيال تكنيك هو دك الشي اللي تعرف اللعاب يدير بالبالون هاداك الشي ما تقدرش تعلمو له في يومين ولا ست يام ولا سبع يام ولا تلتاشر عين هاداك الشي اللي عندو احنا هاد الشي عندنا احنا عندنا دبا واحد المجموعات لله الحمد من انا كان اعتبر من احسن المجموعات من ناحية تكنية منطقات التكنيك اللي عارفة المغرب اللي عندك واحد من احسن الحرس وعندك الحكيمة والمزروة وعندك الزياج وعندك الناف وعندك تكنيك هادش يشوف الخير موجود تكنيك الشيء الاخر كل شيء سيأتي للأكوب جمع مستعدة فيزيكا مضيح لوقت تاكتيكا شكرا ما هي الأمور التي ستفعل الفرق هي التاكتيك وهي الشيء اللي هدرتك قبلها وش نو بغين ذو اللعبة وكي تعيش ذاك المجموعة تقول كلام كبير ذاك هذا هو اللي يأتي للأكوب جمع وفي المناسبات الكبيرة شتي اللعبة منك يكون عندك واحد القروب سودي وعيش مزيان وعندو ديك الأجوال اللي قلت ليك ودك شيء هاد اللعبة نتعنا نتع المغرب اليوم نهار غادي تشوفوا معد المنتخبات غراء كبيرة قال له هاد الكلام غادي تقول لي ودي ما يمكنش احنا كنا غلطة وهاد الشي ركشتيه في الجزائر صحيح نعاش اشبار اشبار باش كان نقص على اسبانيا يور اسميت اسبانيا اعم ملي تنتكلموا اي تلكوي نرى من احسن ما كين وگا وبيش كان نقص على فرنسة وباش كان نقص البارحة التانية ايطاليا يكا مع هادول يلعبنا مع الخرين قمان نتكلمش عليهم لان لعبنا ماتش دون ترينمون معليش هاد الأمور تعالى كوب جي موند ما تتكلموش على هاد الفوارق النظريه تدوب فريق الذي يستطيع الوطن في نتائج مهمة وكبيرة يجب أن يكون في ذلك الوطن فريق الوطن إن شاء الله هذا الجماهير تطمئن يكون جيدا و سوف يشرفهم كما يشرفهم المغربة الأخرين في المقابلات الخارقة سوف تكون الامبيانس سوف تكون الامبيانس الضرورية وأساسية والتغييرات التي لا تستطيع وفي الأيام المقبلة أنت قلت كل شيء وزياج سيكون؟ سيكون أنا نعود لك في قبيلة القبيلة ووحيد يمشي في حنو لا، الناس ضعقوني والله لا ضعقوني السعب الأزيز السعب الأزيز أنا نحترم المؤسسات أنا عندي مكتب المديري أنا عندي مكتب المديري سيجتماع وديت درس الأمور أنا عندي التقارير متعي خديت التقارير من التقنيين خديت آرة مجموعة الناس لا وطنيين ولا دوليين أنا كان يعيش غير في القناة صحيح أنا غادي نسمع لهذا الإخوان كلهما وغادي كان والمدرب الفريق الوطني عنده واحد المسطرة متعومينة ودك شي كله أنا اللي كان وعد به الجمهور المغربي هو أن الفريق الوطني غادي يوصله وعجبهم على أحسن حال صحيح يتقوا شوية ويصبروا شوية هدر على العواشر ومناسبة عدم مبارك سعيد كيقولولي الآن بين الجواب السرماني أما الآلاف دابا كان هدر على الآلاف المؤلفة كتقول راه بين الجواب السرماني علش كتحرك في سير أنا كان بغي نقول بأنه لما يجتمع المكتب المديري إن شاء الله هدا خبر ما قلتيش انت ولكن أنا اللي كان قوله الآن سي واحد ما غي يكونش هو المدرب دي المنتخب أنا أخويا قلت ذاك الشي اللي كان خسني نقول تمام وأنت يا والإخوان والجمهور وذاك الشي يستنتج اللي يبغى وكل واحد يقول اللي يبغى أنا لا يلزموني أنا لا يلزموني إلا ما أقول أنا قلت لك قدرت لك واحدة تشخيص تعالفارق الوطني قدرت لك بصدق وبموضوعية ما فيه لا زيادة لمزايدة وبالمناسبة نقول لك واحدة القضية قل ما عمر أنا من اللي جا واحد حتى اليوم أننا كنا في شي علاقة متأزيمة أنا كان أمن بالاختلاف ومن اللي كان اختلف ركي يقولي اللي مسؤول هو اللي خسوي غي يخذ القرار أنا نختلف معك تقنية أنا أنا في لفاية ديوماتش تعلير ديسي وكنت في تيران تعلان ترانمون وكونت مع واحد إلا رجعت يقولوا الصورة قبل ما تبدأ الحصة قلست معهم مو طوالا على وشغال اللعبون كاتروة ثروة ولون كاتورة ثنك دون واختلفنا مو طوالا ولكن القرار بتبعت اللي شا واحد اللي غدا يأخده في ذاك الوقت نحن واحد والمسؤول وتحمل مسؤوليته وتحملها ربح. قلنا له في الاستاسيون. ولكن هنا هنا امامي امامي ما كن قول لك الالاف مؤلفة وكلهم يقولوا انا متفقن معك السيروماني وحيد مشاف حالو صافي هاد شي سنتجنا قال لك في الحوار ولكن عنده مسؤال اخر. انت ما تقولش ما انا بالنسبة لي واش اللي جاي غي يخلف واحد غيكون مغريبي ولا تهو اجنبي. الغيب لا يعلمه الا الله. على احنا عارفين بعد راديوش نكونوا من هنا لذلك الوقت. لا شوف ادل امور ما تتمش بهذه الطريقة. في هاش لا في صحابة كنتم بهذه الطريقة. لا 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 بعندك نظر مع الجمهور ما كنتمش بهذه العفوية ولا بعدها. انا راني قلت لك ارى الفريق الوطني ستن سيستام. ارا في واحد اللاعب ارا عندهم رائية ارا في هوت كت تخضب رأيهم عندهم اتهم ماذا. ارا هم اللي تي عيشوا جميع. او مالتي. انا كل شي شوف انا اللي مهم كل الشي هاتش تيده. وكل هالأمور غادي تمشي به سلام. انا ما عندك ده. صعب. انا انا اللي اللي انت حسب عليه. هو انه يدوز واحد زوجة الاسابيع. مهم. يقولوا لي اودي. ما اخديتيش قرارات. سواء تزكي واحد ولا تجيب له ولا تجوان ولا تحيده. قرار. خص قرار. هاد القرار ما قلت وعدتي به ما اخديتيش. مهم. وثانيا هاد البديل اللي يجبتي. ما غاديش مع التصوير اللي قلتي غادي يحسن دك النواقس اللي كينا داخل الفارق الوطن. نعم. تقريبا قلتي كل شي. انا بالنسبة لي. كصحفي قلتي كل شي. انا فاش كنت كان واحد متتبعين ومستمعين من كنت الضغط. سبحانه هدو رأي واحد. لا. هنشيوا الان. وهذاك مهم ايضا. فلما كنت كان كما كان قول. كان حاول نقنعك بالعودة الى البرنامج من اجل مواضيع هامة وثقيلة جدا. طبعا كما تقول انا غادي نشوف. انا غا نحاول. انا وكنت كان تبع المتتبعين ومستمعين يعيشوا معي هاد اللحظات. الى ان تأكد لي انك ان شاء الله غا تكون معنا. رغم الصعوبات اللي جبهتك اليوم باش تكون معنا هكذا حاضر. ولكن انا اني مغي نقول هاد الجانب انه كنت حاضر مع البطرون دل بخس هاد الاسبوع. وسمعت هاد هاد المسؤولين على الاعلام. كيتمنى وتكون عندهم نجاحات في الاعلام. تشبه ما حققه. فوزي لقجاع من النجاحات في كرة القدم. الامثلة كثيرة وعديدة. اه صعيب باش مدنقولك هالفوتسال هالنساء هالويداد هالبطولة الافريقية هالنطرد بركان هالراجعنيت ها هدي هاتشي كثير. انا ارى من الفندق اللي جيت في القاعة نتاعه من الاجتماع اللي جيت. ارى فيه الرئيس انت على المنتظم الدولي لكرة القدم. وفيه الرئيس انت على الاتحاد الافريقي. غير باش تدير هاتشي بالكلام. ومع الوقت ولا ساهل. ولكن خمم فيه. اللي خممت. خممت. والجواب كان عند الفيفا رئيس ديال هالبارح. خمم فيه. ورجعوا الالفين وستاش. من اللي الرئيس تعد الاتحاد الافريقي. صدر حكم ضدنا بثمانمائة مليون يورو. اسلام. عشرات المليار تعد درهم. نقطة دلبيب دلمغرب. ومنعنا بثلاثات المشاركات. لو كنا راح نعاد نتسنى وباش نشاركوه ان شاء الله هالمرة للمجيء. كالله فراق المنتخب. الحمدولي. الجواب سمعتوه البارح مع عند رئيس الفيفا. وهو كي صرح عادتها ما كانت ببعش تصريحات. سمعتوه من عند رئيس الكاف. آآ تكلمنا عليه قبيلا. كيفاش تسمع رئيس الكاف كي. كي ينوه المغرب مالكا وشعبا. وينوه بكرة القدم ورئيس الجامعة ديالها. وحتى نوه كبير جدا. ونسمع رئيس الفيفا ينوه في نفس المسار. ورئيس الفيفا كيمشي يتابع أطوار للتنظيم والترتيب الكأس العالمي في قطر. وكي يرجع للمغرب لأن المغرب يتميز الآن بالأحداث والمناسبات المتعددة. الحمد لله. هذا لا يمكن للمواطن إلا أن يفتخر به. هنلي نبغي نقول لك آآ آآ سيفوزي. نهو برح وانا في حوار مع النجم كورة عالمية. آآ سامولي طو. ولي هو رئيس الجامعة وقلايا ديالكاميرون يا رئيس الجامعة ديالكاميرون. فكان كي يقول لي واش سر عند السيفوزي. وانا سر هو المساعدين والكفاءات اللي عنده محيطة به. لأنه وزير بناجح كوزير. ولكن رئيس جامعة أنجح. وعقل هذه الديرية اللي غدو زوليه في الخدمة بزياد. أنجح يعني أكثر من العمل الحكومي. ياك نمشيوا. هادشي علاج بغيت نقول لك هموم المواطنين وخدها منين ما بغيتي. هموم هم كثيرة. طبعا الحال ما زوته المحروقة. وصلت الهموم إلى مستوى لم يعني ما بقاش يطاق. ويمكن السيم هدي فقير يتقدم لينا بشي تقرير في هاد الوضع هذا. المتقاعدين اللي بقات حالتهم من زمان وهي نفسها. هادشي المواطنين وخدوك ما بغيت يقول لك معاناة طبقة المتوسطة. مدرسوا غلاء الأسعار وهادشي اللي وقع لهم هاد. هاد الشهر هاد دي الجوية دي الأداء اللي تعدبوا فيه المواطنين ولا من دهى فيهم. من طبع الحال كان قصد الحكومة ما كان قصدك شا سي والآ فوزي ولا كنت عدو. وغنجيك الأسئلة أخرى ولكن حتى نسمع التقرير اللي يمكن يفيدنا بسي المهدي فقر سيفته متخصص في المجال تفضل. بارك الله فيك شوكا سي الوزير محبا بكم. مرحبا. مرحبا. مرحبا كبير هذا. مرحبا كبير هذا. مرحبا لا المهم اللي بغيته هو أنا نعفو على واحد خديته. صحب. ويمكن الصحافة تأخذ. ومعكم دانك وزير مكلب الميزانية. مرحبا. لا الأكيد أن هات السنة هي سنة استثنائية. سنة استثنائية بحكمة طرفية اللي هي طرفية صعبة وصعبة جدا. هناك ضغوط كبير على الميزانية. آآ عكستها الأرقام خصوصا ما تعلقة منها بالارتفاع الانفاق العموبي بشكل كبير. آآ الميزانية دي المقاس صارها مستنزفة أو علاقة شيء مستنزفة. سبعة وتسعين في المائة دي الميزانية المقاس صار اللي كانت مرصودة مشات إلى نهاية سنة آآ يعني آآ شهر مبين. وكذلك ارتفاع كبير جدا في التضخم خصوصا التضخم المستورد. الذي يضغط. اكيد انه كان هناك قرار جريء بين قوسين لوالي بنك المغرب المحافظة على المستوى آآ هذه يعني نسبة الفائدة الرئيسية. ولكن تسأل كبير اليوم أمام هذا الضغط الكبير تضخم. وآآ نقوله بأن البنى التحتية أصبحت تئن. تئن لأن آآ الأرقام اللي اعطاها والي بنك المغرب خصوصا في الارتفاع دي القرض المتاعترة الكيرانس وارتفاع كذلك مهول فيما يتعلق بالشيكات وليتريات واذاك شي تدل على أن هناك إشكال وإشكال كبير. فهل اليوم اليوم يعني من ناحية القطاعية كالحمد لله نجحت. وكليكم تنتموا نجحت. انا قديلنا انذكرها. كين آآ هاد الضغوط هادية الميزانية. ولكي في نفس الوقت الجدير بالتنويه وبالإشادة أنكم تمكنتم من تقليص عجل الميزانية إلى سائل لما تم مي بفضل الارتفاع الكبير في العوائد الجبائية. فارتفع الانفاق العام بسبعتاش في المياه ولكن ارتفعت نسبة دي العوائد بعشرين في المياه وبالتالي خفطوا من هادك النسبة دي العجز. واش اليوم النسبة دي العجز هازبقى كما هي. واش الهوامج ديلكم فيما يتعلقوا بدعم الانفاق العام لحديث بالأسس على المليار واحد مئة مليون اللي يعددوك تعطيه كدعم بالنسبة المهنيين. هل هناك دعم اخر هن هناك تدخل لانا مليك نقوله المقاصة اليوم تنتكلمه على المقايسة كنتكلمه على التدخل. المشكلة المحروقات في تقديري غدي بقى معك بالاسف مشكلة كارئة الى نهاية السنة. هل ستصمد لبنى التحتية الاقتصادية والمجتمعية. هل كما تكرر سيب العزيز. هدا والتسأل الاساسي. واش الحكومة غدي تدخلوا ولا لا. شكرا الناس فقير. تجبتي بزاف دلوراق قدرتين في الوري صحنا. هل نجبنا لأورقة لأولو. كون غير عن نتينا بعدها تحنا نجيبوشي. لا نجيب نجيب. لا 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 خليك انتنا نتحك. شباس يجي اسمعها. سمع اسمعها. كي المشكلة. انت نار عندي. انت اليوم تتحدث. على واحد الوضع اقتصادي. انت على المغرب. وعنده علاقة. بطبيعة الحال. ولا النتيجة انتعه. الاحتمية هي المالية العمومية انت على المغرب. انا. واعود بالله من قولي انا. وفي نفس السياق وبنفس الطريقة اللي يتكلمينها في الموضوع الاول. نتكلم معك. لان اعتقد. بان التدبير للازمات. ولا التدبير انت على الظروف صعبة. لا يستحمل بالمزايدات السياسية. يستحمل ولا يتطلب. ان الانسان. يرفع. من الوتيرة للعمال. والاشتغال. خدمة المصالح العلية دا البلد. دا هو الروح. اللي خصدا تعبقوا بها. انت تكلمتي اولا باش اللي رحت ملاحظة تعمق من منجل التفاصيل. تكلمتي على نهاية السنة وبدايات والغير ذلك. انا نقول لك اليوم. ما كنش باحث. لا في الاقتصاد. ولا في السياسة. يقدر يجبك على مآل. هاد الازمة اللي عرفها العالم. لاننا انتقلنا من اشكال الحدود. الى حرب بين نسجد الدول. الى اشكال اكبر. واعادة. اعادة لهكلة. داع نظام دولي جديد. وهذه التسلسل في الاحداث. مش بشكل سريع. بوتيرة متسارعة. ولما تنكونوا بصدد عبر التاريخ. بصدد اعادة البناء. انت عن نظام الجديد. النوفالورد المنديان. دائما تنكونوا. يعني في واحد الفترات طاويلة نسبية. دو كتش يتقول غاي سالي في الاخرد العام. دك شي. انا تنقول لك ما كانش ليعتك واحد الجواب. كانش شي اليوم شي واحد يقول لك فرا هو لوبوت تونيل. واكتر من هذا. الاغلبية الساحقة تقول بان هاد الاشكال قد يطول. معناه. اننا خصنا نتخلوف المعادلة اللي انتعنا. تدبيرها. سواء كمواطني. او لك حكومة. حكومة انا مش هي الاشخاص. انا كنت اتكلم عن المؤسسة. مش هاد الاشخاص. لاننا نتذكر على الحكومة. ننظر على المؤسسات. مؤسسات نفيديا. واللاد شريعية. قصنا ندخلو هاد المعطاء في المعادلة اللي انتعنا. اكتصاد الله يقين. بسهل. الان كيفاش راها غادي السنة عالفين واثنين واثنين واثنين. بدينا السنة عالفين واثنين 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 واثنين. قلنا ندل ماليها. مع حكومة جديدة. ببرنامج ببرنامج حكومي جديد. بيدة طلعات جديدة. وادة مسألة طبيعية جدا. العكس هو اللي كان خصي يقلقنا. لان العكس سيقول لي والناس كلهم تفكروا بحل بحل. ودرنا بدينا نصير فرضيات. وادكر بنا الفرضيات تدار قبل عشرين اكتوبر. ما اللي بدينا نفيد كانوا جوجد المعطيات اساسية. المالية العمومية. كان. واحد الحاجيات. تضاعفت. لان الجهاز الحكومي والتنفيذي الحكومة اخترت قرارات. قدرت خيارات. بحال هذه الخيارات اللي كنت تكلم عليها قبيلة. واش. متفق مع مية في المية ولا خمسين ولا اربعين ولا صفر. اذا شيء اخر. مهمنا دا بتنديلك الديسكريبتي في بادة. عن فهموش كاين. الحكومة جاد. قدرتك اودي هدك التمن دلغاز. مخصوش يدوز اربعين درهم. تمن داعو اربعين درهم. اشنو هو القرار. احنا الدولة غادي ناخدوا مية درهم في كل بطا. هدا قرار. كيف قلتلك دائما. مية في المية خمسين. هذي قدري ما احطاها هدك. جينا قلنا يودي. احنا. الخبز في المغرب. سواء اللي تيتباع في المخبزة. او سواء اللي تيعجنو. بحل الوالدة انزاعي اللي ذكرتها قبيلة الله يذكرها باخير. في الدار. او الا الاستعمالات الاخرى اللي تيتستعملوا المغربة. للدقيق. قالت الحكومة. هاد المادة وهذا الخبز وكل المشتقة. ما خصش تمنتها. هاي طلع. اشنو هي. اشنو الواقع. تمنت على القمح اللي ينتي دخل بميتين. وستين وسبعين درهم. هذا التمن العادي. والتي يدير خمسمية ووربعين. الدولار. في كل قنطار جاء. ستخلص ميتين وسبعين درهم. زيد على ذلك. هذا كش اللي غادي يجي كتير. لان الموسم الفلاح هي ضعيف. نورمال. إذا كنتي نهارك تدير سبعين مليون قنطار. ولا تسعين. تتجيب ثلاثين مليون. لا بخصك تتجيب خمسين. سي نورمال. لان الكنسوماتيون تحت فينا هنا ما نقص الكنسوماتيون المتاع الخبز. يتأكل النص رمزيان. يتأكل جوج خبزات بحل إلا رايبا قطط دل غارض. وذاك شي غادي. لذلك. هذا قراء. الكلفة سبعة ثمانية دل مليار تعدها. دلاخر لعن. وكين سكار. سكار طلع الثمان. ضوكم اللي تيدخل دك سكار بروت عندنا طلع الثمان. إلا بغيتي ما تدخلش تما. قادي يمشي الرافينة ريدي اللو الرافينة. وغادي يبيعو ذك شي. يزيد ثمان. قالت دول اخذت قرار. قالت هاد المادة تاية ما يزيدش ثمانة. هذا ثمانة. واحد المليارون. تقدر. هاش نده بك ندرو على الواقع. وما تم. غير شنو الدار. حالي لس. واحد مش يدير. الكون سطا. هاد شي كامل. جالك. وانت خرجتي. من عامين دل كوفيد. شنو يا عامين دل كوفيد. المديونية انت عنا ارتفعت بعشترا في المائل. ديفيسيت انت عنا وصل. لسبعة فاصلة ستة في المائل. العجز. دونك. خس كتواجه هاد الصعوبات وهاد القرارات اللي اخذت الحكومة. وتجي. وتدير. وتقولي وتدي. وانت خرج. مون هك. ماشي انفار. دخلتي فاتش. مازل. علش اذكرت هاد الموضوع. لاني كان عندك واحد القطاع. اللي كان عوال في الدبيد لاني يعيش شوية. اخذينا القرار بنتهى الاغلاق. لي دورو فين صحية. لاننا سياستنا. بالفضل سيدنا الله ينصروا دائما الانسان. اولان وقبل كل شي. دوك هاد القطاع تطلب براسوز وجد المالياء. غير باش. غير باش. من اللي نفتحوا الوطيل. الناس تلقى ذاك الوطيل مفتوح ومقاد وفي المينموم والسيرليس وذكش. بازين. بقينا غادين. في هذا الشي. تمنت على الغازوال واليسانس طلع. تزنا تقريبا من ربع مية وخمسين ميات وميات. الالف واربع مية. نحن عدد موكو سمانة والعسل واحد يفاصل المخريج. نغير. نحن الاسسانس. بغي. بغي. بغيت. اطلق الفاصل. انتم على امافام. اذاعة القضايا الوطنية. ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 انسي قنقر وانسي قنقر نانسي قنقر في الحقيقة الامر تهي 32%. ونقول لك ادي كزوج في المئة نتعال التضمن غادي نخليها لعمل جاية. تماما باش نكون واضحا. لاننا نعتقد هاد شي اللي قلتي بان الشركات اللي تتربح واحد الارباح كتزات الارباح حافظ. لو قطع البنكية ولا المحروقات ولا 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 بد يساهم بواحد المساهمة اضافي على الضربة على الشركات اللي كتمشي لتمويل الحماية الاجتماعية. لان الدولاء احنا يا باش هادك الراميديست المواطن اللي مفحلوش باش غدددر للاسيونس ملادي وبليغاتوار خصنا 14 مليار. الغالبية الساحقة انتعها ولا الكبيرة غا نجيبوها من هاد الضاربة التضامنية. وهذا قرار مهم. مزيان. الان انا اعتقد بانه بعد الربح والضاربة والاكزيرسيس. ارا عندو واحد لزيشيونس. كان اعتقد بان عين العقل. اننا نشوفو كيفاش غدي تطورة بعد هاد الشي فرضافير انت هاد الشركات. لان ما تنساش. ده باد ليسانس اللي تبيعوه هنا. مليل مازوت تيسوه 1400 دولار معنية تيسوه 14 درهم لها. هذا منطق. بس تفاهمو. يعني ما خصوش نشوفو ذاك التمال اللي كان في البنبرة كله ربح. الربح كاين. لان ما كان شي تجارة فيها. إذا قالك شي تجارة اني نخدم بالخسارة. مزيان. هاد العمليات عندها واحد لما صار. نشوفو بعد هادو كلا ديكلاراسيوم فيسكال. ونشوفو تطورة الرقم المعاملات. نتع كل قطع. على من اللي شفنا القطع البنكي. الارباح نتع وتزايدت. رطلناها ل37 في المياه. 37. ونحن غدي من اللي تنذيرو هاد الدراسات والارقام وبالوضوح. لابده غدي ناخدوا القرارات. لان المنطق نتع الدريبة. اللي تيربح بزيخص ويخلص بزيخص. ولكن خصة نعكس على المواطنين. اسمع لي يا سيد. اسمع لي. اسمع لي. انا سأقول لك. رح تغطية الاجتماعية على ما تتكلمون. نمش ندفعش. أنا راني قلت لك قبيلة. هذي الاختيارات. أولا ندل الإصلاحات الكبيرة ودكشي. كله. أعطوا انطلاقها. نتعها وترعها سيدنا الله. نصب. تمام. وقلت لك قبيلة يا ودي. ما نستحملوها شمالها طاقة لها به. هم. نقولون جيب دو فيها مننا ومننا. الاصلاح نتع التغطية الاجتماعية. الذي اعتبره ثورة اجتماعية. اطلقها جلالة الملك. وبشجاعة وباستباقية. وفي وقت. في وقت. اللي كان. فيه الازمة كوفيد. للعالم كان كيتخبط وكيشوف سيدنا الله ينصره في الفين وعشرين. نعطاه. انت لقى انت هاد المشروع. وهاد الامور. بوحده يتخسر واحد وخمسين مليار. شنو هي تغطية الاجتماعية. شنو هي تغطية الاجتماعية. هي هادك المواطن. اللي ما عنده والو. اللي اللي ما عنده الرماد. واللي ما يتغيش يشمر له وللعائلة الله يشافه. ما عندهش الامكانيات. خصك تدير له لاصيرونس مالادي اوبليغاتوار اللي بحال نتاعك ونتاعي ونتاع الجميع. هالولة. بس الا زوج. خصك تعطي له واحد التعويضات على الاطفال اللي عنده. بس ان انت مدرس. باش يعاون راسه وكون عنده واحد لحد الادناء. نتاع المدخول باش يمشي يقراو دوك الوليدات. وخصك هادك اللي تيشتغل. ما اللي ليش سببين ما الشركة تتوقف. تدير له واحد التعويض مهم على فقد العمال. حد بريتما يلقى العمل لتعود لريتما ذاك الشركة تتحرك من جديد. واحد التعطي الاجتماعي. والتي ستهم تنين وعشرين مليون مغربي. اللي ليوم تعيشوا في هاتك اتنين وعشرين مليون. هي النار اللي بغنا نفرقه الفلوس الكوفيد. عطناهم تمنمية وتسعمية والفهم. مما لحضاشر مليون الخراب. وهذا التمويل لتعها. ولا بد. ارا كيف قلت لكينات ضريبة التضامنية اللي خصها تستمر. انا كنقول هالك من دابة. هادا هذا في حداته احان. تعزوش في المياه. ويمكن تطلع لقطاعات معينة. مهم. مهم. واللي ربح الشي ريال زايد. خلص عليها. نجيبوه من تماما باش نديروه هنا باش يرجع لدوك المواطنين ويخلص عليهم هاد تغطية الاجتماعية. وهذا مهم نمسي الجمال بالراوي ولكن ما للنقل كيقول لك مزيان هادش اللي درتو لنا. كنصفقوا الحكومة على هاد القرار. ولكن ما للكميات. اه كيندك الطوناج اللي كذلك عافتي ديال الشرجمون يعني كيمشي فلوسه غير في السواد وفي الخوة الخاوي وفي الممارسات السيئة هادو ناس بالالاف كيقول لك هاد الفلوس اللي كتمشي. وكن اكد عليك السيفوزي من طبعة حذا كفاهمني في معاملات سيئة خاصة تمشي للدولة. زيدونا في الطوناج والدولة تاخد هاد الفلوس. علش كي يوقفني واحد في الطريق وقول يا دوز ولا تولي الممارسات السيئة او رك فاهمني اشنو كامل. اخوان تع النقل. كنت شاركت بتواضع مع السيد وزير النقل. واللوجيستيك. في الحوار نتعهم. ونقول لك. وبكل تواضع. في ذوك الحوارات المتعددة اللي دنات تعلمت منهم الشيء الكاتير. انه ما اللي عندهم حقيقة انتع ما يجري في المدى. كين مجموعة الاشكالة. ترصدناها. واحد عنده اشكال مع البنكة في الفيننسمن. واحد عنده اشكال في الفيسكالية. واحد المجموعة عندها اشكال تعال التوناج. وكين احد المجموعة اخرى تدوك لخص لرسبة توناج. وا 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 وا. اعتقد بان السيد وزير النقل. في حوار مستمر سوف تهدش الاندكساسيون البريدو ترانسبور سيقولك سناندكسيوه على القازوار من كده القده 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 إلى غير كان مجموعة على الأوراش الإصلاح هي غير ستكون وجبدو الإشكالات واش لأن اليوم اللي تتشوف مثلا أنتاكسي وفيهم المؤدونية وفيهم البرتاتر إلى غير ذلك كان مجموعة على الإشكالات فالإشكالات ماشي عادت ولدت مع الإزمة كاينة هذي مجيش مرتفع على الأسعى هذي إصلاحات جوهريخ ستدخل على القطع باش نرجعه لتحديثه وتحديثه أسطوله ونرجعه أكثر فعالية لأنني تنقول لك ما يمكنش تدير شي تطوير اقتصادي لبلدين معين إلا ما كانش عندك اللوجيستيك والنقل في المستوى الكبير ولكن هنتاكت تواصل مع الناس وكتجوب بصيفتك من طبعك حل وزير القطع مهم وزير النقل ماش فيناش هالتواصل على إتعال هدا كلام وكمشيل السي براوية كم شكورة كم شكورة وعندو الوقت ضيق السي جمال إلا كم ممكن تحكم تتفضل وعندو الوقت ضيق السي جمال لك ممكن تحكم تتفضل كم شكورة كم شكورة وكتكتناك كم شكورة كم شكورة كم شكورة وكتكتناك وانا او في فرنسا كانت تثلت اوه بتظانة اوه نيجاتيف الان الوزير المالية قال انه تثلت بجوش الميط يعني هاد قضية ديل السيدانة الخارج كيمكن تدير مشكلة للسيقلع كوزير ديل الميزانية لانه خدمة الدين كيمكن ترتطع مصنعك واحد دي كيضاء على الشيذي خدمة الدين لانه يمكن ترتطع لنجعلها وكوم ثالثا السيقلع واني اوه على هذا واشدوه هذه ديما كيضاء كيضاء على المؤسسات احنا عدنا هاد نقاشه هاد ما مشتوش دي انه بصر الاعتمام ديل المشابيعين وبالنسبة اله هكومة كحكومة رايخ دا ما بقي عنو المالية اللي ما بقات عنده اشتاشي بقات عنده اصلاعي واش كوزير ميزانية واش غنبقى نخدمه حيب من عدلالين وزيد في عدلالين اللي بي شوية ديل ديل نقران القانون دي وقانون المالية واخيرا غدي نقول لسي اه كين واحد اشكالية كبيرة كين واحد موحطرة بكينة بحاليا هي اننا بما اننا ما عارفينش اشنو كين واش نقول هي اننا نساو هذيك اصلاحات اللي كيقول عليها دي هي ضرورية ننمشوها ونقرع بسابعين كنرقعو كنحاولو كنديرو واش نكيشوش بانه هدا هو الوقت هاد الازمة هذي هدا هو الوقت باش نقدمو قاعدك الاصلاحات اللي كنعلاه وارد قطع النقل ولك اللي يتينو قاعد قطعات اخرى ويلا سمحتي قادي ارجع منها هالكورا هدا كشي اللي قال علي واحد قلتو لكم انا كارا جاهوي اللي كنعرف واحد نهار جاك نهار جاك نهار جاك لكم لعدو مشكيل الي بسيكولوجي ماهوش مخروض ماشي تليشي ولكن واعكي بسو قاسه متسمعتي السيفوهوي سي جامال انا نقول لك بعدن بده بقانون المالياء الىوم ما بقاش داكت واليتي انا انا من تفكش معك لان انا و الي تكلموا على قانون المالياء ما تكلموش على تذكروا صنص والا والانفلاسيون على الواد فينس راها راها هي واحدة الدوكيمون كيبدا في الفصل واحد وتيسالي اه في المادة ستاشة ولا سبعتاش والمادة ستاب واحدة فيها تلتمية ارتيكل. هديها ده وقانون المالية. الان انا عندي واحدة التوذكر واصنس غايهبط. سير. هداك الشي اللي كنا متوقعين تعال ثلاثة ما غاييكونش. واش غايهبط لوحدونس ولا واحد فاصلة سعود ولا زوج فاصلة واحد الله وعلم. كنمشي اللول اللي كيت اثر به مباشرة هي الافيسكاليتي. الافيسكاليتي سوبرت بيان. جسو دان لإبريزان. راني فالراني فالتوقعات اللي درتفقان اللي مالي. تنمشي لانفلاشن. الانفلاشن كانت تقريب من توردو دو. دبا راحنا في خمسة. نتمنى اوم الله نبقى في هذه الحدود. وكنا وكنا محتاجين شوية الدفلاتور. كنا محتاجين شي شوية للانفلاشن. بو دبا طلعة شي شوية ما فيها بس. ولكن. لزوت الربريك نتع انت على الوضفين نوص اللي تكلمت عليهم من الفصل واحد. الموقع فيهم تتغيير. الاستثمار هو الاستثمار. نفقة الموضفين هي نفقة الموضفين. الموارد الجبائية هي الموارد الجبائية. الموارد الجمهوركية هي الموارد الجمهوركية. هو الديفيسيت العجز. العجز. أهه. البالانس د بايمان هي aba. دونك وش نوو بقيتين نبدل. عش بقيتين ندير القانون المالي تعديلي. اراه النس تدير القانون المالي تعديلي. مليتي كول إطار انت على القانون المالي الأصلي ما تسمح لاش تشتغل. لك انا جنوو دونك اليوم انا قلتها وتنعاود نقولها وراء التاريخة دي حكم بنتنا احنا راحنا في الفصل الثاني في الدوزيام سومستر انتع العام وانا الامور تتمشي كما هي كما سطر لها سلفا ومسبقا واصلا نخوف على التوازنات وتنقول لك بان الوضعية انتع المالية العمومية ان شاء الله بفضل التدافر للجهود للجميع ستتم في ظروف سليمة. الان دونك اه دونك ولو كان كانت حاجة الى القانون المالي تعطي لي را ما كان ما كان شي حاجة اللي تمنعنا بش نديروه ولكن نعدلوه بش نعدلو ما انا دائما انت نطرح السؤال تنطرح تنعكسو ما اللذي اشنو اللي دفعناها هي ها التوت كروسونس? على التوت كروسونس في الفين واحد وعشرين انا كنا درناو في الخرسلين بسبعة فاصلة ثلاثة. اشنفع? نفعنا في الاروسات عنا جبناهم في تنين وعشرين. ده با اللي مهم السي البروة الاسئلة الخرى انتع اه الطبقة المتوسطة. انا نتفق معك. في شيء اساسي ومهم. هو ان هو ولا بد اننا نديرو يعني مجهود مضاعف لطبقات اللي تتعيش في الهشاشة. ومن اللي تكلمتنا على التغطية الاجتماعية. ماشي تان قول او تديرو التغطية الاجتماعية غادي تحل اشكالات. انتع هاد الشي انتع هاد الطبقات اللي كتعيش في الهشاشة بطول بطريقة مطلقة وكاملة. لا بلاكس. ستحل جزءا وجزءا مهما. ولكن بتابعة الحالة خصوص الامورات الاخرى. انت رك عارف وان عارف كان عارف مزيان بانه اراه الما كانش عندنا اليوم واحد الاصلاحات اساسية في مجالات التربية الوطنية. اللي تضمن من جهة التعليم. المغربة من اللي تنتكلم عن التعليم. التعليم المنتيج. واللي تيمكن لولاد انتعنا والبنات انتعنا وولاد الجميع المغربة انهم يمشي ونهيقهم الحياة العملية. الى ما كان شهد الاصلاح. لو خاطعت نطلع له القدرة الشرائية بثلاثين في المية ولا بربعين. فاش نفعت. هدا هو الاصلاح الاساسي. والها ادف من هاد الاصلاح الاساسي اليوم. هو انا نقول لك. اليوم اللي تتمشي تتاناليزي تتحلل الدخل انتع الطبقات المتوسطة والهشة. كتلقى بان بين الصحة والتعليم ويلازت عليها السكان تقريب انت يمشي لستين ولا سبعين في المية من الدخل انتع. دوك الاحلية الاشكالات. اللي مرتبطة بالصحة والتعليم. ركا تعطي. تعطي لهم دي مارش دو كونسوماتي اللي قدروا يتجاوزو ثلاثين واربعين في المية. صحيح. ادنكر هاد الاصلاحات لنرها اه لن التدخل من اجل الفتح الهوامش منتع القدرة الشرائية رمشي وغير تزيد. احنا اده نقول لك. ده اللي تنزيدو مية درهم. في الفونكسون بيبليك. الاثار نتعها هي زوجو لثلاثة مليار في السانع. واش حقيقة تحسن القدرة الشرائية. انا نجاوبكم قولك لا. لان هادك السيد اللي تزيد له الاجر. بمية درهم. ومنت يمشي دي والدو يقرأ في البريمير. تقول له خلص الف وخمسمية و الفين درهم. وراقو بي لا تكلم قال لك التجوية يخلص. لك هاد الناس. لك تحل هاد الاشكالات. ومن السيد لان هادا دي سنت الحياة. كل واحد فينا. هو في عائلته ولا ولدته. يمرض واحد النهار ولا هادا. ما عنده ولو. بس طبيب اللي اللي تصدف معاو. ولزاناليز اللي 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 دارهم. والراديو اللي اللي دارو رغت يخلص الف و الف و خمسمية و الفين درهم. دو كاش من بوفور داشا غادي يبقى. سي ان لو ديقراد افك سا. ايضانك. تحسين تع القدرة الشرائية مرتبط بمشروع مجتمعي. هاد المشروع المجتمعي. تيبدا بالكرامة والحقوق. وتينتهي بالاجراءات التقنية المرتبطة بضخ الدخل مباشرة. والا عبرات تتعاوني عن طريق الداربة. عندي فاصل قصير. ماشي طويل. فاصل قصير. وانا سؤال عندي سلمهديوسي عزيز وانا. انتم على امثام. اذاعة القضايا الوطنية. اليوم مشاهدينا غادي نستقبلون نجمة سبعة عدة شهرات بالسفار عبر العالم. غير وجدوا لي فاليزو خليوا الباقي على التسالات مغرب. حيت مع النجمة سبعة في المكنزو في العالم تواصلوا بكل حر الله. واستفدوا من عرض الرومينج، زور جيجا انترنت، زور سوياع مكلمات ومئتين اسماس غير مئتين درهم. يمكن لكم تشغلوا الرومينج عبر واتساب بالاتصال بالرقم 06-68-000-55550. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iam.ma موسيقى بغيتي تبقى بساريوم كونكتي، انت اللوول مع نمرة وربحة دي الأورانج، هالصيف أي روشار درتيها نجمة أو درهم، ابتداء من خمسة درهم، غادي تشارك في نمرة وربحة باش تحاول تربح موطور كل نهار إلى غاية 28 غوشت. إياه، معليك خير تشارجي باش تشارك في نمرة وربحة، واستمتعوا بسرعة للكاتجي بلوس في كل مغرب. مرحبا بكم عند أورانج أورانج تقدم لكم هذه الفقرة برعاية شحينة ديفيسكا مرحبا بأصدقاء السائقين المحترفين كي ساهمت كيف الهواء أو اللاكليم في طوفير الراحة وأيضا في السلامة ديالك، سوء الصيانة أو سوء الاستخدام كيمكن يولي مصدر المشاكل إلا ما بقيتش خداما بزيان أجهزة ديال التهوية أولا ولا تكافح باش تخرج الهواء النقي وكتخرج واحد الريحة خيبة خاصك تقلب الكليمات يزور ديالك يعني خاصك تتهيت تقد هذي بعض النصائح لكم خدم الكليمة لمدة عشر ديال التقيق على الأقل في الصمانة باش يبقى ديما محرك في الصيف تجنب أنك تخدم الكليم إلا كانت الطموبيل واقفة في الشمش إيوات رق السلامة لجميع قدمت لكم هذه الفقرة برعاية شاحنة ديفيسكا بغيت تخدم وانت منتا ديفيسكا زيد شرجين زيد ربان ديفيسكا واش تطريق؟ وانت فلمان ديفيسكا وهو الصح والضمان ديفيسكا لما غيري دوراك وواحد وكيف ما قالوا للسنان واش قالوا؟ والأول علي تحول ديفيسكا ديفيسكا جاكم اليوم بعرض خاص على كاميونة ديفيسكا كازيغو آس الصح والعمال الراحة التواسع وغير بخمسة وعشرين درهم في اليوم ونزيدك رح السلاف بالمجان وتسليم في الحين وما تخليشت العرض يفوتك راكين في جميع معارض ديفيسكا 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 أنتم على أمفام إذاعة القضايا الوطنية ديفيسكا دكريبتاج أول وأقوى برنامج إداعي بالمغرب لكي حل الوضع الاقتصادي سياسي واجتماعي مباشرة على أمواج إداعة أمفام سيكون عندنا من طبعة الحال ونحن مستمرون في برنامج دكريبتاج نقاش آخر ريادي سيفيوزيخ جعل طر طر تحت الإكراه أن يغادرنا لأنه اجتماع ديال الكاف وديالفيفا وكان في الاجتماع وخرج احتراما للبرنامج والمستمعين والمواطنين باش يجي يحضر معنا شوي وارجع للاجتماع الآن مكره ومن طبعة الحال هذه هي الظروف ديال المسؤوليات كاين أيضا عندنا شالونج سمعوا السيل الخمسي في المساهمة دياله ديال واحد خمسة دقيق ولكن استمروا سعزيز السيل مهدي مع الأخت خديجة إلا خديجة إلا إلا لا استثناء إلا ستتكلمين من طبعة الحال على الكورة النسوية الأفاق ديالها وأيضا سي معدح الجلي كخبير في كورات القدم يشوف الأفاق ديال مشاركة المنتخب المغربي في كأس العالم لأنك تهم المواطنين بزاف بجانب نتمنى للنساء لبؤات نجاح إن شاء الله المشاركة ديال أفريقيا وفي جانب آخر نشوفوا الفريق الوطني اللي على حسابي أنا دا بك نقول ماشي على حساب اسميته أنا وغي يمشي مدرب جديد لا مكعيش شي ما بقى فيه يلعب إدارة ياخد شي قرار تصدروا البلاغ هما تزيدوا أجواء ما أعطاك جزاب ديال خيارة تحضلوا باش ندخلوا في الناقش بغيت تجاوب يا خديجينك الدينز بالأفراق ديالكورد القادم نسوية حاليا لدينا يعني إن شاء الله باش نتأهلوا لنهائية كأس العالم إن شاء الله إلى إلا كنا مع الأربعة في الدورة الأفريقية في النصف النهائي ديالكأس أمو أفريقي المقام حاليا بالمغرب وأيضا لدينا الإقصائيات شهر ثمانيا إن شاء الله ديال فريق الجيش الملاكي اللي نتمنى ولي يضفر بالكأس ديال الأندي الباطلة الإفريقية شهر عشر إن شاء الله كين الإيديسات اللي غادي يمشي والهند على إقصائيات نهائيات كأس العالم في الهند إن شاء الله في شهر عشر يعني هناك عفاق وتطلعات باش نزيدوا بكورة القادم نسوية وننديروا البصمة ديالنا ونقولوا هاحنا بدينا اللي يوفقكم اللي يوفقكم على الله خديدا لا يوجد نطقة أخرى والذي ممكن لك تتلقى دولة مثال أخر للرياضة لا تبدأ فيها على المدراسة والجامعات من غير الولايات المتحدة يعني اللي يتصور على أنه ره ممكن تأخذ هذا الموديل يتصوره بكامل يعني نشي غيب الجانب الرياضي وكين المنظومة الأوروبية اللي تتعتمد على أندية قوية وعندها إمكانيات قوية وكين تكون فرق والجامعات فقط تستخطيب المكوانين عندها لكي تشكل الفرق الوطني ديالها وكين المنظور الثالث اللي هو ما مشي كثير ولكن يعني هو اللي تيناسب المغرب واللي هو اللي كان في ألعاب القوى الوطنية واللي دبع وفكورات القادم هو أنك تأخذوا نجموعة ديال الشباب وتحطون في واحد المناخ تكامل في جامعة الإمكانيات ويخدمون باستمرار يعني ليس متقطع ليس بدايسطاج بصير واجه ثلاثة وربع أيام وخمسة عشر اليوم هذا هو اللي حدث في الوديسات الوديسات هم واحدة نجموعة ديال الفتايات في أحسن مركزين كنا نقولون حتى في العالم تكون في كورات القادم اللي هو ديال ديال الجامعة الملكية المغربية المركز موحد السادس وتتمرنوا يعني تحت الإمراض للناس أكفاء يعني بتاقام كوف وبإمكانيات مهمة ولكن باستمرار وهذه الاستمرارية أعطت واحد الفارق اللي في أول خرجة دياله يعني يعني مشاه فوق الفرق الإفريقية وكان نوتي تسارق بمعنى أنه ما كان عنده تقريب منافس وتأهل يعني بجادارة وكذا هذه الطريقة رهيل أنجع في المغرب لا ندرنش هكا مركز بهذا المستوى بهذا المستوى في جميع الرياضات رأس عيب علينا باش نوصلوا للمستوى وهذه الأدسات هم اللي غيروا اللي غيروا اللي غيروا اللي غيروا زي سين مهدي لا أنا كنشوف بأنه هنا في المغرب ربما التطوير ديال الكورة مشاب بشكل موضوعي والبنعيجي مم عندك التطوير العمودي التطوير الأفقي التطوير العمودي هوهم اللي كانت تحدثوا على الفئة الشاب بعد شبيب على البراعيم يعني مختلف في فئة العمرية وكذلك للنساء يعني المسألة العمودي هي اللي تكلمنا مثلا بالنسبة الكورة القدم الداخل القاعاء الكورات الشاطئية لغير ديك يعني كنحاولو يكون هاد هاد التطوير يكون يكون شامل أنا في التقدير ديالي اه إذا بقينا غادين هكا بهاد الطريقة هادي ولكن نشوفوا الأمور بشكل أعم ربما هادي من النوقات النادلة اللي ما كنت تفقش معها سدي سدي عزيز هي مسألة ديال اه سبوغ ايتود هاد المسألة كاين الماليا كاين الماليا كاين الماليا عندها هاد التجربة هادي وأنها طورت واحد شكل جديد من التكوين اللي تعتمد على تكوين موازي في الرياضة تخرجوا لاعبين تخرجوا أطور ولكن كيكون واحد التكوين آخر تعطي واحد واحد لك اللي فيك واحد مؤهل وكاين دول من دول العالم تالي اتنجحت كثير وكنت ذكر واحد تجربة تجربة ديال بوليفيا في التسعينات كانت مش هاتبعيد وكنتذكروا المنتخب ديال المنتخب ديال كان المنتخب مهم مهم بزيب فانطلاقة من هات تجربة هو إن مؤسسات تعليمية تدريسية كوينية اللي فيها الجانب الكوراوي كتمكن من أنها طعم يعني طعم المجال الكوراوي بصفة عامة ولكن كتكون هاد ناس كيخدوا واحد مؤهل باش ما نبقاوش عاو تاني في هاتيك المسألات ديال المدرسة البرازيلية اللي هي تكيبان شي واحد هاتيك البلاد كلها تبارك الله فمن لك ينجح واحد يتفشل واحد الفين وثلاثة لتنف شي واحد اللي يكون كدوية في كوبا كبانا كيلعب تكيبان شي نهر مش بالدرورة شي واحد يتكون لكي تعتمد على الموهبة نعم لا إذن ديوا واحد الفرق إنه وكل السفاقين عندو عندو خلط ما بين ما يسمى الرياضة المدراسية وما بين ما يسمى هاد السبوريتو هاد السبوريتو هاد السبوريتو ديالي ديالي في المعمورة الرياضة المدرسية هي سبور إدوكاتيو سبور إدوكاتيو إدنيسياتيو ولكن ما هو الذي يعتقدون الأبطال وليس يعتقدون الأبطال وهذا المؤسسات التي فيهم تلاميذ ويوجدون حقوم في التعليم ولكن لديهم مؤهلات خارقة لإكتشاف فرقة مبكرة والتي تتوضع في المناخ المتلميذ العادي يعتقدون في الرياضة والرياضة المدرسية ويوجدون ترباوية تتمر منها واحد القيام ومسائل أنا يمكن أن أجمعنا بيناس ومجدون ترباوية غداف في الخطة لدرتها الجامعة هي قناعة منها بأن الرياضة المدرسية هي القاعدة وحدة من القواعد المتعليم كل التطور الممارسة متاع الكورة النيسوية خلقت في إطار شاركة ما بين القطع الخاص والقطع العام كانت شاركة هذه عاموس ونعمين ما بين واحد الانتربيس متاس ووزارات التعليم التربية الوطنية والرياضة والجامعة الملكية المغربية كورة القدم في هذه الأيطار هذه الشاركة كان اليوم لدينا مركز دراسة ورياضة في الكورة النيسوية وعندنا في كل كل رجوع المغرب لدينا ديليسي اللي هما سبيسياليزي في سبوغيتود ولا تتكرسيو هما اللي كانوا ها تتكرسيو هذا هذا يجب أن يكون كنت ويجب أن يتكرسيو لفيفا ويجب أن يتكرسيو لفيفا في السبوء السبوء هاد اعطات دجا التمر دي هالهف. دون قناعة بان ممارسة اه كاينة قوية في المدارس وممكننا نقويوها كتر. درنا هاد الاسبوريتود او نيفو متاع الاليسين. وهات الشركة شنو عطا تحتانتنا ان لسين. تنديرو فيه الاليضورة. ونديرو فيه اه تيران سنتيتيك. وتكوين او اول تكوين متاع الاطور تقنية. وعندنا عامين من عامين ان شاء الله يكونوا في كل الاقاليم وحدة وحدة انه يكون عندنا اتناش. والاحسن اه احسن لعبات متاع الكورا الناسوية ان شاء الله. غادي يمشيوا المراكيس الجهوية. بحال اللي عندنا اليوم في السعيدية. بحال اللي غدا غادي يكون ابني ملال اللي يكونوا واحد خمسة وستة. احسنهم يطلعوا المركز اللي كين في معمورة. يعني تا هدي في واحد الرؤية. غادي من القاعدة. هي المدرسة. حيث هديك شاركة مع مدرنا مع التربية الوطنية. باش هاد التلاميذات ودكشي. ام دي مارسو كورة قدام. وناخدو احسن 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 وحدين. ديران. اكزاكت. 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 او دي سيستم دا سانسور يعني اللي كان في واحد مستوى وما بقاش يرجع الرجونال. وطلع. هادك هو ومني هتوصل في سامت لالبيغاميد. هما هتوصل في المامورة. هادوك هما هتوصل مع التعامل ازيكمنسونال. هوا تزيدهم عو تاني المغاربة اللي هما مقامين في الخارج. وغادي تجعل باننا غاديكون عندك. اهدي فارق وطنية لي هى موتا كاملا. وليكون فهم ما شسمتو. دونك هدا لفولي سبوريتود. وعطينا الإمكانية وكل شيء والهدمام الكامل حتى ينجح إن شاء الله. وراءة عدي بطريقة صحيحة لكي قلت لكم. هذه المدرسة الدربات التي هي في إطار هذه الشركة بالقطع العام والقطع الخاصة هم الذين فازوا بالبطولة أو البطولة لفيفا التي تقامت بكين شاصا. هم الذين تقاموا من الكلام الـ 17 مع هالشي اللي قال سي عزيز مع دي جن في اللي هم تعم كلهما في معمورة واللي في السبت الحد يمشوا يلعبوا مع الفرق ذيالهم. يعني إحنا مش جايين كم بحل منافسين الفرق ولكن كا سيببور الفرق. حنا تنكونوا في واحد مستوى لهذا ونعاونوا الفرق ونعطيهم باش يلعبوا معاهم في البطولة. من غير الاجتماعات من الجماعة دي المديري اللي غايكون. شنية التحدية في رأيكم اللي كتواجه من هنالكأس العالم اللي جايين يعني. لدينا مباريات ماشي إقصائيات كأس الفرق. أنا ما اعتقل. نعم في سبتمبر. ولكن عندنا إن دات في فا كي يوسي. حيث احنا نعمال ما كان معنا زي مبابوي. زي مبابوي كي يهو جو سسبنده. شكرا لفيفا لذلك يجب أن نقوم بالفنة في سبتمبر قبل أن نأخذ ذلك إن شاء الله مباراة تودية أكيد من المنتخب لابدى مات هذا ولكن ما هي طموحة هذا؟ معنى الدبابية نحن نقوم بالله ولكن لدينا العابين من المستوى العالي بزاف إن شاء الله سنذهب مدرب جديد نتمنى للتوفق وإن كان الوقت غيكون ضيق هذا أيضاً يفتح أفاق جديدة واللي مهم في مدرب جديد واحد القناة يقول لك الخديجة مهم بزاف إنه غدت تمشي بمدرب جديد كيفاً ما كانت مساهمت كل هي سيدره بقي جديد أما إذا مشيت بهذا القديم واحد فالسلق جع غيهز بزاف ويقفت المشاكل ويقلناها لك ما مشتيش حل لنا شو يصح كم الميجتمع أنا أنا كانت وقع دخلوا واحد ويجبوا معه وريد أشوف أشغي يتفقوا تهدي ممكن متفائلين من المشاركة متفائلين بحال متفائلين بحال سلق جع يعني لما تقوم بحالة لعباء مستوى عالي مستوى عالي خص هديك الامبيانس أنا باقي عقل وقبل سنسمعوتي والبارح جا عند البنات قبل ما يبشر المقابلة الأولى وقالوا بناجح ديالكم حاجة واحدة لاتكونوا بحال عائلة واحدة رأى ما وصلتوا لكيب الناسونال تاعدكم معدكم مؤهليات لذا هذه المبيانس لذي الانبيانس كلهم جنرالما من يتفصل لكيب الناسونال سألتقى عندك مستوى لكيكو لكي تفصل لكيب تحصل لكيبت لذي يبقى ذاكي نسيجام ويالنفي ديال جوية الانفي ديالج انتنزل على لستوى عالي لستوى عالي وانتي وكل شيء اللي لاجهت. وحاجة بالنسبة للمنتخب كمجموعة. حيث انا لعبت كلاعبة وسيرت كمجموعة ايضا. من لي انا نكون لعبة وكنشوف اللغات على المدرب ديالي. تا انا كنا مت ذهنيا. صحي. داخل التيران غايصف على المدرب ديالي خاصني. الى كنت معه خاصني نعطي لما كنت معه خاصني نبين بانه اه لدك اللي غادي بوندوتوش غادي دخلوا يبين المدرب ناقص. هاد هاد المشاكل كلها غا تأثر على المنتخب خاصة حل صنبخ 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 صنبخ. مع الانفيرولمنط عبر الانفيرولمنط الوضعية هذي اللي تنعيشو هي ديكلاراسيون ديكيب. ماشيش حتى اخر. اللي اعطى اشارات على انه كانش حاجة اللي هو ما متفق عليها كلعب اذا المجموعة را ما متفقش عليها. وكانت اشارة قوية وعفوية ما كانش كالكويلة. ما خرجوا من الماتش. مستحيل. من اللي خرجوا من الماتش اعطوه الميكرو اول ما قال انه ما تش حاجة مش هي هاتك. هذي كان فيها. شوي اللي تيدخلو. صحة. وهدوك اللي ما تيدخلوش. ايقرهو. هذي معروفة. هذي معروفة فقع موا. مو كونسنتراتيون البينات. مو كونسنتراتيون البينات. مو كونساني مو كونساني. و هذا الفوتبول الفيميني هنا. صحة. هذي معروفة رائعة. 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 ما بين المغربية التي تعيشو اما في هولندا ولا فرانسا ولا في إيطالية ولا في الإنجليز مع المغربية اللي هنا يعني ما ما كينش الفرق وعايشين بحال عائلة عائلة أنا 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 متأكد أن المدرب بالبراعة ديالو اللي عندهم الآن قدر يصلح بعض الأخطاء اللي أنا شفتهم مفسط الميدان مبديعات ولكن في المربع عند عند في الفلاصة اللي كيكون في الجزاء عند ديزويت كيكونوا الفعالية كانت شوية ناقصة هذا شيء أكيد وساكينة نيجيريا على ما أعتقد فريق قوي إفريقيا جرياء كاميرون قوي الكاميرون أيضا فريق قوي الأقوى هو نيجيريا عنيو لكن الكاميرون أيضا لكن ما نساوش بنا هدي أول أول جريبة ديالهم في البطولات لا كان أول ومعمرهم ما تتأهلوا لكي من تأهلت هم محترفين وش هم محترفين عندنا في المنتخب ديالنا دبا ومحترفات تقريبا حواي تقريبا نساوش كلها كلها لا لا ديالان محترفات لا لا محترفات موح ينطل ترائس ينطل تريس ديالهم آخرين محترفين نطل تقريبا كلهم محترفين نحسر حكم لم يتلعبون الفريق الأليف ويكونوا لعبهم من الفريق أول محترفين إذا كان فلنة احتراف الدولي احتراف الدولي احتراف الدولي كان امل تقيله كبيرة بزاف انه يفوزه بالكان النساء نا ان شاء الله احنا الهدف دينا الاولي هو ان شاء الله بيانسور نتأهلو بعد الكاس العالم نوصله الى دمي فينال هذا اول باش يمكنك هل بهذا شي دون خسنا نكونو برمي دو غروب باش ماتتاح مع مع الكامرون ولا مع مع نيجيريا دونك هذا اول ابجكتيف دونك الابجكتيف ولمدريب ازا ما ليهي تكلير انها تخذ ماتش 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 ديني اول نوات يدعبوه ضد اه امام 35000 متفرج يعني والضغط متاع الماتش اللوناني وما الضغط متاع الماتش اللوناني يعني يكون واحد ضغط لي ممكن في ماتشات اخرين ان شاء الله يتقدموه بحال لي قلتي الهيف كاسيتي قدام مازال اه قدام ما زل اي حدي مالى ممتاز هالي زال موقف لا يوجد حب الكرة في تحب الوطن أولا تتجيل أسائي فريقية عندك في البلاد تتلعب لك في مخك أول مقابلة لا يوجد أخرين كيف يلعبون أو كيف يلعبون يعني باقي تتشك في مستوك حيث تتلعب كاميرون أو نيجيريا تتلعب كاميرون أو نيجيريا يعني ضغط كبير صعيب لكي يلعب أرياحية في مقابلة بحال هذه البارحة ولكن الأساسي وأنه الفرقة كانت لي فيه كاسيتي وخرجوا منتصرينه والأساسي أقل دي الإمكانيات اللي وافرتها الجامعة الملكية المغربية لمنتخب دينا راها بحالو حال الضقور إن كي يقلصوا الضقور الإمكانيات المالية بزافة الحوائج اللي احتل بنت اللي كانت تقول أنا ما مهتميش أنا كذا عليها ثقلوا عليها هذا ستخزم مهم جدا تأي خاصة تفهم هذا شي وخاصة تعرف شنو تصرف عليها وخاصة تعرف فليش خاصة العلم تمام هذا كلام رئيس أكد ووضح ودار كل شي ماشي يعطوهم نفس الإمكانيات لعند الفارق الوطني آه آه عطاهم نفس الإمكانيات في الوطن متعليكي من السنة آه الطوبيس ديال متعليكي من السنة آه آه كلهم نفس المنصة في المنصة في زمان مساوات آه نفس المنصة فيها هذا هو الفم جديد في تصير الجامعة الملكية هذا الفم جديد أو نساء ونساء أدي جديدة أخصاب هذا المدرب عامين عامين هو تختار معندها في فا أحسن مدريب في العالم إذن النساء نساء مدرب النساء عنده مختلف لدى مدرب الرجال رغم أن الكرة هي الكرة هو كان في اليوم كان الكرة هي الكرة في البداية اليوم الفوتبول الفيمينات أو عنده دي فوندامنطو ديالوم الخارس مختلفين حال كان في التنس حال كان في عدد الرياضات هو نفس اللعبة ولكن دي فوندامنطو مغيرين دوابط لي مختلفين يعني باش تقنع المرأة تفصل الأحاسيس دياله للعمل دياله رخصك تكون في صعوبات كثيرة لأنه كيبقى أنها الأنتي مني كان قولوا أنتة وعندها تحديات داتية وفيزيولوجية وطقوس صعيب المدرب يتقاتل معه ومنك تكون عنده مباراة دولية كذا كيمكن تكون هي في وضع نفسي آخر يعني هو عنده مباراة دولية وتحدي صباح لوداك صباح فضع نفسي ولكن مني كتشوفهم قدامك كيمتعوك بحل بارح فمن طبعا بحل أكيد أن المدرب كيسات وكتحديات كيمتعوك بحل مباراة دولية اللي توفرت اليوم كانوا كيستحقوا البارح ثلاثة إلى ما كينش قاعزو جوجل سافر كانوا كيستحقوها صراحة وكانتمنى أن التحدي المقبل المباراة القادمة تكون أحسن نسمعه الخمسي باقي واحد اللحظة آآ أنا كنظن أن بهالطريق اللي كنمشي فيه وقلاس عزيز سميتي أيضا سيمو عادو آآ ماذا بخديجة غنمشي نحو آآ واحد تكامل بحل التقائية المنتخبات هذي فوتصال هذي شاب آآ قل من ثمنتعشر عام عادو آآ نساء هذو كذا فمعناها الحمدول الله كتكون عندك كرة القدم المغربية غدتو اللي يعني حق وحق وهذا شي تشوفهم زيان شتها بطل المركز حيث المركز تكوين وش نفس المركز مع مورا عندك في نصف التوقيت بعد نوفات موان دي سويت طان موان دي ساة طان البنات الولاد وكين واحد كل واحد وشي واحد لسان بيوز بيناتو صحيح هذي حال من تصويرا مثلا حكي مع ابنات دي كيب ناسيونال إن شاء الله رحمه 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 نسمعو السيل الخمسي عنده مرتبطا بهذا شي اللي قال بلحظة لأنه الرئيس قبيلا اللي مخصص ما تدوز مرة للكيرام فاشتكلم على واحد طريقة مغربية لللاعب رهذا هذي اللي قال السيل خجال مبيلا طريقة مغربية والمركز ممكن له إلاعطيك هذه المدراسة المغربية الحقيقية لأننا عضرة أو لدينا مدراسة حقيقة صحيح نسمع السيل الخمسي ومجلة شالنج والمضامين ديال مجلة شريك ديالنا من طبع الحال هي عضو من المجموعة اللي فيها مفم شالنج أشنو مجدلين لهذا الأسبوع السي محمد عدد شالنج رقم 842 عدد مرتبط بأحداث كثيرة وملم بقضايا مهمة أولى الافتتاح هي مرتبط بالأسبوع تحت عنوان هل أصبحت البكالورية مفيدة لأمر عناصر الجواب ليس تداد طبع تقنية وإنما فيك يتربوا وعميق بداية أن طبع الرضا يعمل كثير إلا رجال تعليم الذين لا يزللون يحترمون مهمتهم أترك لكم تتمت المقال مع قلم سي جمال براوي شفاه الله العنوان لباك سيغتي لكل شيء مقال حول صفحة 6 حول المكتب الشريف للفتفات لازالت هذه المؤسسة تحقيق امتيازات وتكتسح مواقع مقال حول مرور سانة ولازال الحضر سيد الموقف من التعامل مع نامود الشركات المجهولة المبسطة اس آيس مقال متميز حول مشاركة المغرب الدكية في المنتدى الاقتصادي السابع لإفريقي الارلندي الفين واثنين وعشرين طبعا أنا غدي بالترتيب دي المقالات كما وردت في المجلة هناك مقال حول المساحة الأوروبية التي فتحت أبوابها بالبيضاء مقال حول موزع ومتسور التكنولوجيا المعلومات دي سي تكنولوجيا يدخل عالم البورصة لدعم نموي وتطوره مقال حول الضرفية التي اعتبرها صندوق النقد الدولي أن الأزمة أيضا فرصة الانطلاق ومقال اقتصادي حول الدين العمومي والدولة أو الحلقة المفراغ طبعا بالنسبة للناس المتمين بالمجال المالي هناك مقال يتحدث حل الابتكار المالي عرض جديد مجلة تشالونج تعود إلى التجارة الإلكترونية والمذكرة المعتمدة أخيرا متعلقة بالضريبة الجمهورية وتوضح القضية التي كتب حولها الكثير مقال متميز حول العناطر غير الاقتصادية الضرورية للتنمية سي محمد أمين الكل يعرف أحداث ما وقع في منطقة ميليليا وبالتالي هناك مقال تحت عنوان المغرب ليست ضركي لحماية الاتحاد الأوروبي نحن نعلم أن هذه الحادثة إنما تكشف ما يدفعه المغرب من إمكاناته المالية والموارد البشرية أساسا لحماية أوروبا من الهجرة الإفريقية ولا يكفينا أن تعترف إسبانيا بذلك فالمقال يبين ما هي الكلفة والآثار وأن المغرب لا يمكن أن يبقى إلى الأبد يدفع من إمكاناته وموارده في حماية الاتحاد الأوروبي مقال يتوسط المجلة حول الأمسية الثقافية في دوبنان الثقافة والتاريخ المغربي طبعا المقال يتناول الأمسية التي انضمتها صفارة المغربية بالأبعاد الروحية صوفية والطرات الإنسان الغني وكذلك معرض صور المعبر عن هذا التاريخ المجيد وعن الثقافة الحية المغربية وأعتبر أن هذا الفعل يدخل في زاوية الدبلوماتية الراقية للتعريف بإمكانات المغرب ومؤهلاته وموارده ولعلمنا أدوار صفراء هو تسويق المغرب حضاريا وتقافيا واقتصادي وعمراء كي كان قلو واقتصادا يعني جلب الاستثمار المغربية يتم عبر هذه النوافذ عدنا إلى ديكريبتاج ولكن عدنا لنختم ديكريبتاج كما قلت في البداية حلقة استثنائية بكل معايير يعني بالمضمون ديالها بالضيوف ديالها بالضيف أيضا اللي غادرنا مضطر بحكم الاجتماعات وكون أن المغرب ينظم الكاف ديال النساء يعني في الكرة القدم فكان الحادث وكان ضيوف دوليين حجم كبير فمطبع الحال كان ضروري يغادرنا سيفوزا قجع ولكن سمعنا القرارات التي ستتتخذ قريبا فيما يخص المكتب المدير اللي غير يقررها سمعنا أيضا أشياء نقط قرارات أيضا ستتتخذ في مجال المالية العمومية المغربية نشكر سمعاد حجي اللي كان ضيفنا أيضا واللي نورنا كتير 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 في المجال للكرة القدم كما يجب طموحات لكيني للمستقبل ونشكر الأستاذة خديجي الله اللي في الحقيقة كانت من نوع أنها برفقة المنتخب ديال النساء ديال الكرة القدم يفوزوا بكأس الإفريقية ومن طبع الحال يمشوا يشرفونا في الكأس العالمية للجميع شكر ولكن موعدون يوم الخميس من السابعة إلى التاسعة إن شاء الله على أنني أنوه بأن الحلقة ديال الأحد المقبل ستكون يوم السبت من العشر وعشر لأن الأحد يصادف عيد الأضحى المبارك إن شاء الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر